طيب احنا ان شاء الله الحلقة دي او المحاضرة دي يا كده كده هتكون متسجل انا حاليا بسجلها وبعد ما تخلص ان شاء الله هنحاول نعمل لها المونتاج ونزبطها ونرفعها على اه على الفناتي على اليوتيوب حس ان الناس اللي حضرت او الناس اللي ما حضرتش او حتى اللي حضر وعاوز ان هو يعيد المعلومة مرة تانية اه هيبقى الموضوع سهل بالنسباله لان انا حاطت يعني قدر الامكان معلومات كتيرة جدا بحيس انها تبقى رود ماب او خارط الطريق للناس اللي شغالة حاليا في موضوع التجارة الالكترونية بس عندهم بعض الفجوات لسه ما سدهاش او نحاول برضو ان هما ايه يعني اه ما يقعوش في الاخطاء اللي بتخلي الناس دايما بنتكملش فلو سد الاخطاء ديت وسد الفجوات ديت وعرف الدنيا من الاول للاخر ماشي ازاي يعني هتجنب الفشل او على الاقل ما يتخيلش ان هو فشل ان في بعض الناس يعني بتقابلها بعض الصعوبات في التجارة الالكترونية في النص او بيلاقي مسلا لسه في الاول ما فيش مبيعات كتير ما فيش شغل كتير فبيتخيل ان هو فشل وهو الحكاية مش كده خالص الحكاية محتاجة وقت اه ومحتاجة مجهود فلازم يكون هو عنده صورة عامة يقدر ان هو بيها يكون متخيل يعني الطريق اللي هو ماشي فيه عمل ازاي? طيب عشان ما اطولشوا عليكم دعا نخشوا في الموضوع على طول ببشرة اه انا هعمل اه اه انا هعمل اه انا اه طبعا ده التعريف بي في الاول ده الايميل بتاعي طبعا اسم محمد عيد وده الايميل الموجود بتاعي اه ده الموقع الالكتروني اه يعني بالشركة اللي بإذن الله بنأسسها هنا في الملاكة المتحدة او في بريطانيا اللي هي ads atom.com وده الموقع الالكتروني الشخصي الخاص بي يعني معلومات اكتر على السوشال ميديا بتاعتي لو هنزل دورات جديدة وشروحات جديدة كلها ان شاء الله يعني هيبقى جامع لكل المعلومات الموجودة عني اللي هو ام او اي اي دي ام او اختصار محمد واي اي دي اختصار العيد بس استدلنا حرف يعني فهو كده سهل شوية ودي اه بالنسبة للقناة تحتي على اليوتيوب او الصفحة بتاحت على الفيسبوك ده اليوزر نيم بتاعهم او الهندل بتاعهم الاسم الجديد اللي بيسموه لي من دول وكذلك على انستجرام او على التيك توب ده اليوزر نيم او الهندل بتاع اه حساباتي على السوشال الميديو ننتقل دلوقتي نشوف الاول احنا يعني الاجندة او الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله في المحاضرة بتاعتنا عن التجارة الالكترونية اول حاجة احنا هنبدأ من حاجة مهمة جدا هي اختيار البروداكت او السيرفيس اللي انا هشتغل فيها وهنوضح ان التجارة الالكترونية مش مقصورة على البروداكت الفيزيكة للحاجات المبسوكة بس واختيار البيزنس نيم واختيار حاجة اسمها الدومين نيم وهنوضح الحاجات دي سواء ان الشخص اللي بسمعني عنده فكرة عنها وما عندوش احنا هنوضح فيها اكتر ان شاء الله وبعد كده هنشوف في الخطوة اللي بعدها او في النقطة اللي بعدها ازاي هختار البلادفورم اللي انا هشتغل عليها يعني وهنوضح برضو الكلام ده بالتفصيل لان العاوز يعمل متجر الكتروني او عاوز يعمل ويبسايت يبيع عليه خدمات او يبيع عليه منتجات ففي قدامه كذا خيار ممكن اشتغل عليه وكل خيار ليه تكلفة وليه تفاصيل كتيرة جدا فاحنا هنتكلم فيها برضو اه بعد كده بعد ما هيختار الموقع او البلادفورم اللي هشتغل عليها هنشوف ان انت هتبقى ما هيختار ازاي الخيارات بعد كده ان انت هتستقبل مدفوعات وايه هى المواقع المتاحة هنا او الخيارات المتاحة هنا في المملكة المتحدة بالزات من كل بلد تفرق عن التانية يعني هينلاقي مثلا بريطانيا غير السعودية غير مصر المتاح هنا غير المتاح هنا غير المتاح هنا فاحنا هنركز بالزات على المتاح في اه المملكة المتحدة بعد كده اللي بعدها some of which هنتكلم ايه المنصات التانية اللي انا ممكن انشر عليها منتجاتي لو منتجات فيزيكال او منتجات حتى خدمات فمش شرط ان انا حط منتجاتي على الموقع الالكتروني بس لا في خيارات تانية سواء على سوشال ميديا او سواء على مواقع تانية زي امازون او اي بي هنتكلم عنها كل واحدة بالتفصيل وايه المتاح فيها وكل واحدة فيها بعد كده هنتكلم بقى على تسويق الموقع او الويب سايت في الخاص بي هنتكلم صورة عامة ازاي ان انا حبدأ اسوأوا ايه هي الخطة اللي انا حطها لي عشان خطر ان انا امشي عليها وحطت خطة على مدى طويل ازاي ان انا حسوأ الموقع الالكتروني بتاعي اخر حاجة اسمها التواجد الرقمي بتاعي سواء ان انا عندي موقع الالكتروني سواء انا بنشر منتجاتي على مواقع تانية زي امازون او اي بي سواء عندي حسابات السوشال ميديا كل الحاجات دي اسمها التواجد الرقمي للشركة بتاعت طيب تعالوا نروح بعد كتا للحاجة اخيرة النقطة الاخيرة اللي هنتكلم فيها وممكن غالبا هتبقى بدون النقاط دي يعني التسويق على الفيسبوك او انستجرام او على سناب شايت او على تيك توك تيك توك بالذات هنقول فيه معلومات مهمة جدا ممكن فيه ناس كتير ما تعرفهاش وفيه ناس تعرفها بس هنوضحها بالتفصيل وهو موضوع تيك توك او المتجر الالكتروني على تيك توك هنتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله طيب اه في النهاية بعد ما نخلص ان شاء الله اي حد عنده سؤال اه يسجله في ورقة عشان بازن الله هنحن نجاود على اسئلتكو كلها ان شاء الله طيب تعالوا نتكلم في النقطة الاولينية وهي اختيار البروداكت او السيرفس بتاعي وبعد كده ننتقل للبزنس نيم وبعد كده ننتقل لحاجة اسمها اختيار الدومين قبل ما نبدأ او قبل ما تبدأ ان انت يبقى عندك مطجر الالكتروني او تنشئ البيزنس الخاص بيك لازم نعدي على خطوات مهمة جدا وتفرق عن مسلا عشر سنين فاته يعني ايه تفرق عن عشر سنين فاته عشر سنين فاته او خمساشر سنة فاتت كانت تجارة الالكترونية مش بنفس الاهمية اللي هي موجودة فيها دلوقتي يعني كانت شخص مسلا عاوز يفتح محل عاوز يفتح شركة عادي جدا للامور التقليدية بيطلع سجل تجاري بيدور بيفكر في اسم ما كانش بيخش مسلا يبحث على جوجل ويشوف اهل الاسم ده متاخد او مش متاخد كانش فيه الكلام ده كله كان بيفكر في اسم اه الله اسم المحلي بتاعي كزا اسم الشركة بتاعي كزا لو هيعمل براند كبير بتاك ان البراند ده محدش يعني فيه شركة لها نفس الاسم دوت وبيبدأ ان هو يطلع سجل تجاري ويشترل انما دلوقتي لو فيه حد بيفكر بنفس الاسلوب دوت في الزمن اللي اتنا موجودين فيه او في سنة عشرين تلاتة وعشرين فممكن يقع بعد كده في اخطاء وفي مشاكل هو ما كانش هتخيلها ازاي الكلام ده دلوقتي بقت التجارة الالكترونية او الموقع الالكتروني جزء اساسي من كل بزنس اي بزنس بيشتغل وعنده مثلا محل او عنده شركة بيبيع فيها منتجات او بيقدم فيها خدمات وملوش اي تواجد رقمي يعني ما عندوش موقع الالكتروني ما عندوش مدر الالكتروني فاعرف ان هو بيخسر على الاقل سبعين في المية من الناس الموجودين وممكن يتعاملوا معاه دلوقتي بعد كو فيد بدأت الناس كلها تتجه الى موضوع التجارة الالكترونية خلاص كله بقى مسلا عاوز اشتري حاجة اشتري من امازون السوبر ماركت او المتاجر الكبيرة زي تسكو هنا مثلا وكان ده كله كله بقى خلاص بقى معتمد على الابليكيشن بتاعه وعلى الموقع الالكتروني وعلى الانلاين ستور فالمقصود عشان ما طولش عليكم ان دلوقتي اي شخص عاوز يبدأ بزنس لازم يعدي على الخطوات اللي احنا هنتكلم فيها دي لازم هيفكر في اسم البزنس ايه ومش هيوقف عند الخطوة دي يقوله الاخر هطلع السجل التجاري واسجل بقى السجل التجاري بتاعي والاسم التجاري بتاعي ويلا انا اتوكر على الله لأ حضرتك لازم تبدأ بخطوات مهمة جدا الاول اول خطوة فيهم ان انت لازم هتخش تشوف الاسم البزنس بتاعك ده تخش على جوجل وتكتب الاسم اللي انت بتفكر فيه انا مثلا زي ادز اتوم شركة ادز اتوم ماشي او زي شركة جو بزنس عند مستر ايمان مثلا فكان لازم ان هو عيخش يكتب جو بزنس بالكلمة او مثلا هو شغل حرف الاس وحط حرف الزد فلازم ان هو كان يخش على جوجل ويخش ويدور هل فيه شركة واخده نفس الاسم دوت وليه انا دورت على جوجل بالزات لانه هو ده التواجد الرقم اللي احنا بنتكلم عليه ان انا اهم حاجة عندي دلوقتي هو التواجد الرقم هل الناس لما هتخش تكتب مثلا جو بزنس على جوجل او تكتب مثلا ادز اتوم هل هيلائي فيه تلاتة ادز اتوم هيلائي ادز اتوم بتاعت محمد عيد هيلائي ادز اتوم بتاعت المهندس ايهاب وادز اتوم بتاعت مستر ايمان طب انا هخش على مين فيهم فده بيحصل وحصل معي في السعودية ان كان فيه الناس عايزين يعمل له توزيع الحوم وكلام مين ده وبتاعة الجزارة كانوا بدأوا وقال لك احنا ان اختارنا الاسم الفلان فقالت لهم يا جماعة انتوا اختارتوا الاسم دوت طب معلش كانوا معنضمش فكرة عن الكلام ده طب خش على جوجل كده وتدور على الاسم ده دخل على جوجل وده الاسم فعلا موجود مش موجود في مجال الجزارة بس موجود في مجال تاني خالص ومتاخد فتطلع ان الاسم ده ما ينفعش مستقبلا انه هو ايه يعتمد عليه فبدأ انه هو يعيد تفكيره مرة تانية فالخطوة الاولى ان انت هتخش على جوجل وتبدأ تبحث عن الاسم دوت هل في شركة واخد الاسم التجاري دوت هتزقاتهم في حد مسمي نفسه كده هتلاقي ان مفيش مفيش حاجة ظهرة قصادك دي كانت طبعا كبداية اولى هتقول خلاص يبقى انا كده دي الخطوة اللي انا ممكن اقول اه ان انا ممكن اخد البيزنس او البيزنس نيم دوت طب هنوقف على كده لا مش هنوقف على كده هنبدأ بعد كده ننتقل لحاجة تانية ايه هي حاجة اسمها الدومين نيم ماشي اتعاد شوف بس البيزنتيشن اه عشان بس ما تفوتناش نقاط فالبيزنس نيم بتاعي برضى لما انا اختاره لما احنا تتلمنا في موضوع جوجل ونبحث عن الاسم دوت متاح ولا مش متاح برضو الاسم لازم اتوفر فيه خصائص ماشي اول حاجة ان هو يكون اسم سهل التذكر بتاعه سواء كان الاسم دوت يعني اه اه معبر عن الخدمة اللي انا بعملها ماشي او اسمها هيبقى براند للشركة بتاعتي يعني ايه الكلام دوت اه انا مسلا كان عندي اعمل موقع الالكتروني في السعودية نسميه ديمة للتسويق الرقمي ماشي فانا ده ده الاسم كامل ديمة للتسويق الرقمي ولما عملت الدومين نيم بتاعي سميته ديمة فور ديجيتال ماركتينج فالاسم بتاع البراند بتاعي بيضم اه اسم ديمة وفي نفس الوقت الخدمة اللي انا ايه الخدمة اللي انا بقدمها مساعد بعض الناس بياخد بس الخدمة الخدمة اللي هو بيقدمها وبيطلع عليها اسم ماشي فلازم انا اتأكد ان البزنس نيم بتاعي يكون اسم سهل التذكر ما عملوش لحد ويلاقي اسم معقد وما يفتكروش بعد كده طيب ميكت سيمبل خلي الاسم بسيط يعني مثلا شركة امازون شوف اسم بسيط جدا شركة مثلا اي باي اسم بسيط جدا سهل ان انت تذكره قصير حروفه مش طويلة فكل ما يكون الاسم سهل التذكر وكل ما يكون قصير كل ما يكون احسن قلنا بعد كده تشيك افلابيلاتي اللي انت بتخش وتشوف وتبحث على الانترنت وتشوف الاسم دوت متاح ولا مش متاح وبعد كده بنشوف بقى حاجة تانية الدومين نيم متاح ولا مش متاح طيب اول حاجة ايه هو الدومين نيم دوت الدومين نيم هو الاسم اللي بيتكتب في البراوزر بتاعك يعني مثلا زي www.amazon.com ده اسمه اسم النطاق بالعربي او بالانجلش الاسم طبعا الشيئة جدا هو اسمه الدومين نيم فهنفترض ان المهندس ايهاب هيعمل شركة وهيسميها ايهاب دوت كوم او ايهاب فارما هنفترض مثلا في مجال الاجهزة الطبية بتاحته هنفترض نوع يجي في اليو كي هنا وهيعمل شركة هيسميها ايهاب فارما فقلنا اول خطوة ان هو هيروح على جوجل ويكتب ايهاب فارما ويشوفها موجودة لا لا طيب لان الاسم محدش مفيش شركة في اليو كي هنا اسمها ايهاب فارما طيب هيبدأ يخش بقى الخطوة التانية المهمة جدا 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 وهي اسم الدومين نيم هل انا بعد كده هاجي على الموقع الالكتروني بتاعي هلاقي الاسم ده موجود ولا مش موجود يعني مثلا راحت فتحت البراوزر هنا كده ماشي وقلنا جينا هنا كتبنا ايهاب تغادل نظر عن المسبلنج ايهاب فارما عملت بحث ماشي انا كتب اهو مفيش حاجة اسمها ايهاب فارما هنا خالص ما فيش شركة اسمها ايهاب فارما في ايهاد يعني فيه كلمة ايهاد دي اه هي اللي موجودة انما ايهاب اه مش موجودة طيب حننتقل بعد كده للخطوة اللي بعدها قالها وهي خطوة الدومين نيم فقلنا بقى هل انا هيبقى متاح عندي كلمة ايهاب فارما دي موجودة ولا مش موجودة عشان انا ابدأ ااخد قرار ان انا خلاص هو ده البزنس نيم بتاعي فحننتقل بعد كده للنقط اللي بعدها اللي هي كلمة الدومين نيم وهنا عرفنا ايه هو الدومين نيم ماشي وهنبدأ نبحث هل الدومين نيم ده موجود ولا مش موجود طب انا هدور فين وايه هي المواقع اللي انا ممكن اخش واشتري منها الدومين نيم ده اللي هنقوله دلوقتي ان الدومين نيم الاسم اللي هو مثلا زي amazon.com او addatom.com او gobusiness.com الاسم ده حضرتك بتخش تشتريه من الانترنت وبتحجزه لمدة معينة بحيس ان خلاص مفيش حد يقدر ياخد الاسم ده هو ده الدومين نيم بتاعك ممكن حد يعمل اسم شبه ممكن بس بنفس الحروف ديت ماينفعش حد يعمل زيه خلاص انت اشتريت الاسم ده بالزبط فمثلا addatom adsatom.com انا اشتريته محدش يقدر ياخد الاسم ده خلاص فانا ببقى دلوقتي انتقل الخطوة اللي احنا قلنا عليها وانا هدور على اسم الدومين نيم هل حد اشتريه هل حد عنده الاسم دوت ولا متاح ليه فخلينا مسلا على المهندس ايهاب برضه احنا مهندس اب محظوظ وحنمشي عليه في المثال اللي اتنا ماشينا عليه على طول. طيب. تعال مثلا نروح على موقع اسمه زي موقع جودا دي. ده احد المواقع المشهورة جدا على مستوى العالم. اللي بتخش تشتري منها الدومينين. فلو شفنا مثلا كتبنا جودا دي دوت كوم كتبتها في جوجل او روحت على الموقع اللي ظهر قصادكو دلوقتي. هتظهر دي الصفحة الرئيسية. بمنتهى استهولة بيجي لك في الاول هنا كده بيقول لك اكتب لي اسم الدومينينين اللي انت عاوزه. وبعد كده تعمل سيرش. فاني حاجة هنا بقول مثلا اهاب فرما دوت كوم. ماشي? وفي حاجات غير دوت كوم هنتكلم عليها بعد شوية ان شاء الله. بس احنا هنبدأ بدا دلوقتي. وهشوف. هدغط على كلمة السيرش. وهيبدأ ان هو يعمل لي سيرش. طيب. وطلع برضو محظوظ للمرة التانية معنا بيقول لك ان اهاب فرما دوت كوم. موجود. وده السعر بتاعه بس اجيب لي السعر دلوقتي بالدرهم الاماراتي. طبعا عادي ممكن بتغير للايه? للجنيه الاسترلين. فهو اجيب لي السعر بيقول لك اه ده سعره لأول سنتين. ماشي? سعره كام? عشرين درهم اماراتي. يعني حوالي يعني ازن في حدود الاثنين اه ممكن في حدود الاربعة نستريني تقريبا يعني. اللي هيحصل ان انت هتقول لي خلاص انا عاد اشتري الاسم دوت. انا بس مش هنشوف الخطوات دلوقتي. هتقول انا عاد اشتري الاسم دوت. وهتخش تسجل بيناتك الامير والاسم الاول والاسم التاني وكل الحادات اللي هي الطبيعية ديت وتدفع بالفيزا وتشتري الدوميني. طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي هو هنا كاتب لي ايه? هاشتري الاسم لمدة سجدتين. وهنا بقى هننأكد ولا هننبه على نقطة مهمة جدا. دلوقتي حضرتك خلاص. لقيت الدوميني نيم دوت متاح. ماشي? وخلاص قلت ده البيزنس نيم بتاعي اللي انا همشي عليه اللي هو ايهاب فارما. هتبقى ده اسم الشركة بتاعتي. والحمد لله الدوميني نيم بتاعها موجود. فايه اللي انا بقى? هعمله لما هخش اشتري الدوميني نيم. لما هدخل اشتري الدوميني نيم. حضرتك لو ناوي خلاص البيزنس ده اكيد انت هتكمل عليه فترة طويلة. مش داخل مثلا تجرب وتقول انا ممكن لا اكمل او ماكملش. ماشي? لأ. فبدل ما تشتري الدوميني نيم لمدة سنتين اشتريه لمدة عشر سنين. على الاقل. ليه الكلام دوت? لان الدوميني نيم لو اشتريته لمدة سنتين فانت بعد سنتين محتاج ان انت تخش تدفع التجديد. لتجدد حجز الاسم دوت. فانتقول انا عاوز اجدد واشتري سنتين كمان. فبتبدأ ان انت تخش وتدفع بالفيزا بتاعتك مرة تانية. فبيحصل كتير جدا. ان في بعض الناس بتحصل معها الحادثة ديت. ان هو يبقى جاء معادة التجديد بتاعه. وعمال جو دي دي يبعت له في ايميلات. انت معادة التجديد بتاع الجي معادة التجديد بتاع الجي. وفات عليه معادة التجديد. وراح عليه الدومين. وطبعا برضو النقطة التانية اللي عاوز اقولها ان الدومين نيم ده اهم حاجة في حياة شركتك وتواجدها الرقمي كله. ماشي يا جماعة? فرقزوا بالنقطة دي. الدومين نيم ده اهم حاجة في التواجد الرقمي لشركتك في الحياة كلها. ليه? لان احنا بعد كده لما هنتكلم في حاجة اسمها الاستضافة او الموقع الالكتروني. الموقع الالكتروني انه حصل له فيروس او او ضاع او كل البيانات اللي فيه ضاعت. ممكن تعيد بناءه من اول وجديد. فيش اي مشكلة. وغالبا بتبقى خيد له او بتخد له احتياطية. حصل فيه مشكلة لموقع تهكر على سبيل المثال او فيه اي مشكلة حصلت بتبدأ ان انت تستعيد البيانات بداحتك مرة تانية. انما الدومين نيم بتاعك دوت لو ضاع وجي حد تاني خده. فانت كده مسلا انت خير انت بقى لك شغال خمس سنين والناس عارفة ان شركة ايهاب فارما ده الموقع الالكتروني بتاعهم او ده المتجر الالكتروني ان انا بخش اشتري منه على طول. ماشي الدومين نيم ده ضاع فانت خلاص الناس خلاص مش عارفة ايهاب فارما ده موجود فين دلوقتي ايهاب فارما دوتكم مش عارفين هو موجود فين ايه اسمه الموجود الحالي لو عاوز اقول افتح الموقع بتاعه هاوصله ازاي? هتخش في قصة اا كابوس. ماشي? طيب تركزوا في النقطة دي كويس. النقطة التالتة لما تيجي تشتري الدومين نيم دوت يفضل يفضل ان انت تشتريه بنفسك. بتخليش اي شركة يعني تروح لشخص حتى لو محمد عيد تقول لي محمد انا هعمل موقع الالكتروني او مدبر الالكتروني ويلا عملي المدجر مثلا ونتكلم والدومين نيم هيبقى مثلا ايهاب فارما دوتكم. فييجي محمد يشتريه ويحطه على حسابه الشخصي او على حسابه في جودة دي يحطه من ضمن الدومينات اللي هم اشتريها. بحضرتك ما تعرفش حاجة عنه. ماشي? لأ. فلازم لما تيجي تشتري الدومين انت تشتريه بنفسك. او او ان الشركة اللي هتعمل لك الموقع الالكتروني او مثلا محمد عيد هيعمل لك الموقع الالكتروني فانا هروح اعمل ايميل على جوجل وحسجل بيه على جودة دي باسمك. ماشي? وحشتري لك الدومين وقول لك اتفضل ادي بيانات الدخول على موقع جودة دي للدومين بتاعك. ليه? حصل مثلا محمد عيد سافر انقطعت به الاتصالات محد تعرفش هو فين. فانت الدومين بتاعك ده اللي هو الكنز الحاجة يعني الخطيرة جدا بالنسبة لك اسمك هويتك التجارية موجودة عندك تقدر تدخل عليها في اي وقت تقدر تربطها باي موقع الالكتروني انت عاوزه. بتيجي تعمل موقع الالكتروني بعد كده مع الشركة حاجة اسمها الاستضافة هنتكلم عليها. بتربط الاسم بتاعك دوت انه هو يروح على السيرفر الفلاني الموجود في الحتة الفلانية. ما فيش اي مشكلة. ماشي? انما لو ضاع منك. لو في شخص عملك الدومين نيم دوت وجيه بعد كده اختلف معاك وانت مدفعت ليش ومدفعت ليش المبلغ احنا متفقين عليه. او مثلا كل سنة احنا بناخد منك مبلغ خلايا مبلغ معين مقابل مثلا السيانة مقابل كزا مقابل كزا اختلف معاك وضيع عليك الدومين. ضاع البزنس بتاعك كله بالكانل. فدي حاجة خطيرة جدا. طيب تعالوا نرجع تاني. إيه المواقع اللي انا بشتري منه في موقع اللي هو اسمه موقع جودادي ماشي ده بخش بودور علي عالاسم تمام وفي موقع تاني اسمه اه اه هو الموقع ده. انا عن نفسي بتعامل انا تلاول كنت بتعامل مع جودادي بعدكا دلوقتي بتعمل مع الموقع اللي هو اسمه نيمشيب ان الموقع ده يعني بيقدم بعض الخصائص ا ا او هاجات التقنية زيادة شويا مجاناً عن جودادي. ما بيفرقش في سلعة الموقع في اي حاجة. انما زي ما قلت لكم نمشي بيقدم شوية خدمات مجانية. يعني على سبيل المثال. في حاجة اسمعت دومين برايفيسي. حضرتك لما بتسجل الدومين بتاعك مثلا اهاف فارما دوت كوم. بتخش تسجل ايميلك وبتسجل التليفون بتاعك. فشركات يعني اللي بيتسجل الدومينات فيها حتة غلصة شوية. ان هي بتخلي البيانات دي بابلك. يعني فيه ناس ممكن تستخدم برامج. يخش يكتب مثلا اهاف فارما دوت كوم. عاوز اعرف معلومات عن الاستضافة بتاعت الدومين بتاعته موجودة فين. فبيخش لو انت مش مخلي البيانات بتاعتك ديت مخفية. فبيعرف بيلاقي الايميل بيلاقي مثلا العنوان بتاعك انت ساكن فين بالزبط او العنوان انت مسجل به في الدومين دوت. وكزلك رقم التليفون فيبدأ ان هو ممكن يبعث لك بعض الرسالة التسوقية على الايميل بتاعك. ماشي? فالخاصية دي في جو دا دي بياخد عليها فلوس. ان هو يبقى الدومين بتاعك او بتاعتك مخفية. اه حدش يقدر يعرف اه يتواصل معاك. على الموقع بتاع نيمشيب دي موجودة مجانا بتشتري الدومين وبيديك البرايفزي مجانا اه فما حدش يقدر يعرف المعلومات بتاعتك. يعني دي حاجة اه على سبيل المثال في موضوع اللي هو الفرق بين الموقعين اللي هو نيمشيب والموقع بتاع اه جو دا دي. اه هننتقل بعد كده بقى لحاجة تانية. قلتلكو انا احنا قلنا اهاف فارما دوت كوم وقلتلك دوت كوم دي فيها حاجات تانية مختلفة هنتكلم عليها. اه الجزء الاخير من الدومين نيم دوت دا بيعبر عن نوع النشاط التجاري بتاعك. الغالب الاعام ان الناس كلها بتستخدم دوت كوم ويفضل ان انت لما تشتري موقع الالكتروني لازم يعني يفضل ان انت تشتري دوت كوم. طيب. هنلاقي في حاجات تانية مختلفة يعني جهت لان تنزل هنا تحت كده هيقول لك في اهاف فارما دوت كو دوت يو كي. اختلف بقى. يعني الجزء الاخير دوت اختلف. فدي تعبر ان ده هاف فارما دي دي شركة مسجلة بسجل تجاري في اليو كي. فحضرتك يعني اه يعتبر برضو حياة كويسة جدا ان انت لو مسجل البزنس بتاعك وليه سجل تجاري ان التجارة الالكترونية مش شرط يعني انت يكون عندك سجل تجاري او انت مثلا حتى شراء من البيت مفيش فيها مشكلة. فيفضل ان انت لو عندك شركة ومسجل سجل تجاري رسمي في المملكة المتحدة هنا ان انت تشتري الدومين دوت اهاب فارما دوت كو دوت يو كي. مش كده وبس لا اخش كمان اشتري معاه دوت كوم. وهقول لكم ليه? في بعض الناس للأسف بتخش يعني لما فيه بدأ ان هو يكبر وبدأ ان هو يتشهر. ويبقى ليه والناس اللي تشتري منه كتير وبدأ ان هو يتعرف. فبيبدأ ان هو يشتري دومين مشابه للدومين بتاعك. ويبدأ ان هو يخش يشوشر عليك على التواجد والرقم بتاعك. يعني يجي مسلا استاذ اهاب مهندس اهاب او الدكتور اهاب اشترى اهاب دوت كوم بس. وعد عليه سنة وعد عليه سنتين وبدأ خلاص يعني بدأت مسلا ده متجر الالكتروني بيبيع مستلزمات طبية وكده وتشهر. وبدأ ان هو يبقى عليه ضغط كبير. بيجي شخص منافس يبدأ يخش بعد كده ممكن يغلس كده يعمل شغري غير شريف ويبدأ يخش اشتري اهاب فارما دوت ان لاين. عادي جدا. بيش اي مشكلة. او يشتري اهاب فارما دوت كو دوت يو كي. ويبدأ يعمل موقع الكتروني ويسميه برضو اهاب فارما. وممكن هو غرضه بس ان هو يخش ايه? يعني يسحب منك ونفسين ويسحب منك الناس على الموقع التاني دوت. فمع الوقت ممكن الناس تخش تكتب اهاب فارما. يظهر له اهاب فارما دوت كوم. و اهاب فارما تاني. فيفضل ان ان انت لما هتشتري الدومين نيم انت خلاص هتشتغل الموقع الإلكتروني بتاعك الرسمي اهاففارما.co.uk فحتشتري الدومين نيم دوت وهتخش تشتري معاه اهاففارما.com ومش هتشتغل هتركينه على جنب بس هبقى اسمك خلاص اشتريته ومحدش هيخش يشتري الدومين دوت تعرف انت محدش هينفسك بيه فهنا حتى بقول لك ايه بقول لك بانضل سيف خاص من سبعة وثمانين في المية لو هتشتري كمان اهاففارما.co.online.biz فانا بشوف انا رأيي الشخصي ان انت لو هتعمل بزنس كبير وانت تستمري في سنين من ضمن التكلفة خش اشتري كل الاكستنشن ديت اهاففارما.com اهاففارما.uk اهاففارما.co.online.biz اشتري كل الدومينات ديت بحيس ان ما يجيش حد بعد كده يخش ينافس عليك ويحط دومين منافس لك فده اه انا برشحه ليه اللي عامل بزنس جد وعامل بزنس وحاطت عليه رخصة ورخصة تجارية وهيستمر عليه فترة كبيرة اما لو شخص مثلا عامل مشروع صغير وفيش مشكلة يعني مش شايف ان هو بعدين او بعد سنين اه هيبقى ليه تواجد كبير جدا لا هو مثلا يبضى المتواجد جوه المملكة المتحدة هيبقى ليه شغل على صغير على ديق فلا انت اشتري في الاول اشتري دومين صغير الدومين عادي جدا دومين واحد بس اها فارما دوتكم وبعدين ممكن تشتري اتفكر تشتري الدومينات التانية عشان خاطر تركينها على جنب طيب فده بالنسبة لان احنا بنبدأ نسمي البزنس بتاعنا نبحث عن الاسم بتاعنا وبنبدأ ان احنا نشوف الامر موجود ولا مش موجود زي ما قلنا عندنا انا موقعين مشهورين جدا موقع جو دا دي وموقع نامشيخ هننتقل بعد كده للنقطة تانية اا ممكن هي مش مكتوبة هنا في الااااا في البريزنتيشن بتاعي بس يجب ان احنا نذكرها برضو الا وهي موضوع الهوستنج احنا هنتكلم عليه بعد كده في المنصات بس نسكره دلوقتي برد. الهوستنج في حاجة اسمها الدومين وحاجة اسمها الهوستنج قلنا الدومين نيم دوت اللي هو الاسم بتاعك لو دابلو دوت هاب فارما دوت كوم. طب الهوستنج دلوقتي انا لما بشتري الاسم دوت بقى اسمي في الهوى كده. بس ما لسه ما عنديش موقع الكتروني فعلي ان الناس تكتب هاب فارما دوت كوم فيبدأ ان هو يظهر لهم موقع الالكتروني ماشي فبحتاج بغض النظر بقى عن المتجر الالكتروني او التجارة الالكتروني احنا نتكلم بقى على الويب سايت عموما بحتاج ان انا بشتري حاجة اسمها هوستنج او بيبقى الموقع الالكتروني بتاعي موجود على كمبيوتر او على سيرفر عند شركة معينة ماشي يعني بيبقى في شركات ضخمة عندها كمبيوترات وسيرفرات ضخمة جدا ماشي بتبدأ ان ان انت حضرتك الكلام او الصور وكل الحاجات اللي بتزهر على الشاشة بتاعة الموقع الالكتروني ديت بتبقى متخزنة على السيرفرات بتاعتهم هوا على كمبيوترات بتاعتهم هما ماشي وبتدفع لهم مقابل شهري ان انت ليج جزء او مواخد مساحة من السيرفرات بتاعتهم فلما تبدأ الناس بتكتب اهاب فارما دوت كوم او او جوبزنس دوت كوم بيبدأ ان انت حضرتك اصلا في الاعدادات في الدومين على شركة جدا دي بتقوله روح للشركة اللي هناك ديت هتلاقي الموقع الالكتروني موجود عندهم اللي هي بقى ايه اللي هي شركة اللي مستضيفة الموقع الالكتروني بتاعك ودي بتبقى لها اشتراك شهري ومصاريف شهرية تختلف عن اه الدومين نين الدومين نين انت بتشتريه سنتين خمس سنين عشر سنوات وخلاص تخليه على جنب انت كده اشتريت الاسم فقط لمدة معينة بعد كده بقى بتروح لمرحلة الهوستنج او بتشتري بقى المساحة على سيرفر او على كومبيوتر ان انت بيبقى الموقع الالكتروني موجود عنده ماشي طيب ودي بقى هتاخدنا للنقطة اللي بعدها اللي هندخل فيها بقى شرح الهوستنج كمان بالمرة اللي هي ان احنا هنختار بقى البلاتفورم اللي انا هيبقى موجود عليها المتجر الالكتروني بتاعي وخلينا برضو نرجع لنقطة قبل ما ننسيها ان السيرفز بتاعتي احنا لنا البرودكت او سيرفز ان التجارة الالكترونية مش شرط تكون حاجات فيزيكال بس ان انا مثلا عامل متجر او موقع الالكتروني بيبيع موبايلات او بيبيع اجهزة الالكترونية يعني حاجات فيزيكال بتتمسك بالايد وتتشحل بيبيع مثلا حجاب بتاع المحجبات عبيات مثلا المحجبات بيبيع مثلا سجادات صلة بيبيع مش عارف كزا الحاجة التانية احنا بنحاول نمشيها بوسط العرب هنا بيبيع اكل بيبيع اطعمة بيبيع مش عارف لحوم زي طارق حلال المشهور جدا فمش شرط يكون المنتجات دي منتجات فيزيكال تتمسك بالايد لأ ممكن التجارة الالكترونية يكون عندي موقع بتاع دورات انجليش اونلاين ماشي ان انا بقدم دورات اونلاين دي داخل برضو نفس الحكاية في التجارة الالكترونية ممكن المنتج بتاعي سيرفز يعني مثلا مستر ايمان عنده مثلا سيرفز بتاحته على الموقع الالكتروني اللي هي مثلا سي في رايتنج دي تجارة الالكترونية بس بقدم سيرفز بتخش بتختار السيرفز بتختار الباقة اللي انت عاوزها وبتدفع مقابل الباقة اللي انت اخترتها ما بجلتش حاجة على البيت في شحن لأ انت بتشتري سيرفز ممكن يكون مثلا موقع حلاء بربر بيعمل حجز للسيرفز بتاحته وهكذا فالتجارة الالكترونية مفهومها ليس في المنتجات الفيزيكال فقط لأ بس احنا بنركز دلوقتي على موضوع الفيزيكال بالذات اللي احنا بنركز عليه في المحاضرة بتاعتنا لكن الكلام والتخطيط والكلام ده كله والدومين نيم والهوستنج بينطبق على كل الناس او على كل الخدمات او الانواع المختلفة من التجارة الالكترونية طيب تعالوا بقى نوح للنقطة اللي بعدها الا وهي دلوقتي ان انا خلاص يعني اشتريت الدومين نيم بتاعي وحددت البيزنس نيم او اسم البيزنس اللي انا خلاص ناوي ان انا اشتغل عليه وحددت ايه هو البروداكت بتاعي ممكن مسلا المهندس اهاب هيقول انا عند البروداكت بتاعتي اللي انا عاوز مسلا اخليها تباع اونلاين حاجات خاصة بالمنتجات الطبية والكلام ده كله على حسن ما فهمت منه مستر ايمن مسلا هيقول انا البروداكت بتاعي بس مش هينفع بقى هنتكلم عليه دلوقتي بس نتكلم حاجات المادية اكتر يعني او انا مسلا محمد عيد هقول اه انا عاوز مسلا اعمل موقع اه ابيع عليه مسلا حاجات خاصة بالمحجبات ومنتجات المسلمين الموجودة هنا اه في المملكة المتحدة ماشي طيب هننتقل بقى ايه هو الهوستنج دلوقتي بقى السيرفر او الكمبيوتر اللي انا هيبقى موجود عليه الموقع الالكتروني بتاعي وزي ما قلنا التجارة الالكترونية في كل بلد تفرق عن التانية يعني الموجود في اوروبا هنا هتبقى قدامه خيارات غير الموجودة في السعودية غير اللي موجودة في مصر في بعض الخيارات تنفع مع كله وفي بعض الخيارات ما تنفعش الا في كل بلد لوحدها انا دلوقتي هنتكلم على الخيار على خيارات تنفع في كل البلد وفي حاجات انا برشحها الاوروبا هنا بالزيت طيب زي ما انتو شايفين على الشاشة في عندي كذا اختيار عندي مسلا حاجة اسمها الشوبيفاي وعندي حاجة اسمها الوو كومرس وعندي موقع اسمه موقع ويكس التلاتة دول التلاتة الاساسيين اللي غالبا ما حدش بيخرج برا منهم ماشي الفرقات بينهم بتفرق في كذا حاجة اولا في الكست في التكلفة وهنعرف تكلفة كل واحد فيهم تكلفني ايه وايه المميزات وايه العيوب وحاجة اسمها الهوستنج الاستضافة هل هو الشركة ديت بتقدم الاستضافة ولا انا هشتري استضافة ولا ايه بزيط هنعرف الكلام دا دلوقتي والاتاحية والامكانيات الموجودة في كل واحد فيهم ودي حي نقطة بقى مهمة جدا 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 عشان بعدين انت ممكن يبقى ليك متطلبات في الموقع الالكتروني بتاعك ويجبت ليها موجودة هنا او مش موجودة هنا طيب تعالي الاول ناخد حاجة اسمها موقع اسمه موقع شوبيفاي لو ضغطت عليه كده وروحت عن موقع الالكتروني بتاعهم اولا موقع شوبيفاي ده اكيد فيه ناس كتير عندكو كل الناس تعرف الاسم دوت مشهور جدا ماشي ده موقع متخصص في تقديم الحلول للتجارة الالكترونية فقط يعني انا مسلا عاوز اعمل موقع زي جو بيزنس فمستر ايمن مينفعش عمله على الشوبيفاي او غالبا يعني مينفعش عمله على الشوبيفاي هو ينفع بس الافضل انا ده موقع مثلا عليه معلومات اه لشركة بتقدم خدمات بيزنس وبتقدم سيرفزز كتير مفيش فيها منتجات فيزيكال اوي فمش يبقى شوبيفاي هو الحل الامسل انما لو حد بيقدم منتجات وخدمات فيزيكال حاجات تينفع نية تتشحن فاول خيار ممكن يفكر فيه هو شركة شوبيفاي انها متخصصة في الجزء ده وفي جزء التجارة الالكترونية لمنتجات الفيزيكال بالذات طيب شوبيفاي لما حضرتك بتسجل فيه هو بيوفر لك كل حاجة يعني بيوفر لي كل حاجة بيوفر لك حاجة اسمها الهوستنج اللي احنا تكلمنا عليه ان انت الموقع بتاعك موجود عندي على سيرفراتي ماشي مش مش هقول لك انت قدامك خيار واحد واثنين وثلاثة وامكانيات مثلا كذا واحد اثنين ثلاثة في السيرفر بتاعي لا انا هقدم لك السرعة هقدم لك الامان هقدم لك موقعك في امان معي مئة في المية ماشي فدي من ضمن المميزات اللي موجودة في شوبيفاي طيب على عكس بقى لو رحنا على الو كومرس وهنرجع للشوبيفاي تاني الو كومرس اللي احنا حطينا اسمه هنا في البرزنتيشن ده مش موقع الالكتروني ده حاجة زي نظام التشغيل يعني انا مسلا عندي كمبيوتر جبت كمبيوتر اهو اللي هو السيرفر وفاضي فانا رحت على شركة شركة اسمها شركة الاستضافة وحقول لكم مساء دلوقتي شركة الاستضافة دي تقولت له معنا عادة اشتري عندكم سحة معينة على كمبيوتر بمواصفات معينة ماشي بس وخلاص وفاضي مكوش في اي حاجة انا هحط عليه اللي انا عاوزه هعمل عليه موقع الكتروني عادي جدا موقع تقليدي هحط عليه ماتجر الكتروني هحط عليه اللي انا عاوزه وفيش اي مشكلة هحط اي حاجة انا عاوزها بس باخده فاضي فالو كومرس ده كأنك بتاخد برنامج او نظام تشغيل خاص بالمتاجر الالكترونية وبتبدأ ان انت تحطه فين في الاستضافة ديت وبتبقى تظهر قصادك لوحة التحكم ان انت مثلا تقدر تضيف منتجات وتقدر مش عارف تعمل الشحن وكذا وكذا الى اخره في المتجر الالكتروني لكن هل هو بيقدملك الاستضافة من ضمن البقى بتاحته لا مش موجود الكلام ده كله فانت لازم بقى ساعتها بتروح بتشتري حاجة اسمها استضافة تعالوا ديكم مثال هنا مسلا شركة اسمها نيم هيرو. وهوضح لكم الكلام ده دلوقتي للناس يعني الاول مرة تشوف تسمع عن الاستضافة وشركات الاستضافة هوضح لكم الكلام ده دلوقتي قبل ما نرجع على الشوبي فاي تاني. ده موقع اسمه نيم هيرو. ده بقى الموقع اللي انت حضرتك بعد ما اشتريت الدومين نيم على آآ نيمشيب او عشتريته على جو دادي. بتبدأ ان انت تدور على سيرفر تحط عليه الموقع الالكتروني بتاعك او تحط عليه المتجر الالكتروني بتاعك. فبتروح على موقع فيه موقع كتيرة جدا لا تعد ولا تحصل. انما فيه موقع مشهورة النفسي اشتغلت معاه شخصيا. معروفة في السرعة بتاعتها في الامان والكلام ده كله زي الشركة نيم هيرو. ماشي? فبيجي بقى بعد كده الشركة الاستضافة ديت بتديك خيارات كتيرة جدا تقدر ان انت تتعامل معاها بيها. الخيارات دي كلها لو انت لو روحت على شو بي فاي مش هتلاقي الكلام ده موجود. شو بي فاي انت حت المتجر الالكتروني عندي وخلاص وخلص على كده. انما بعد كده لو انا قلت عادة اشتغل حاجة اسمها الوك كوميرس. ماشي? فانا عشان انا اخد برنامج الوك كوميرس ده. وحطه لازم احطه في استضافة. وده اخده بالكو برضه. ان لو فينا اسم التعامل مع شركات. يروح لشركة مسلا ان يقول له انا عاوز بعمل مطدر الكتروني. فلو مش على شو بي فاي. غالبا بنسبة تسعين في المية بيعملولك باللي هو اسمه الوك كوميرس. ان هو بيجيب برنامج اسمه الوك كوميرس ده. الحاجة اسمها open source. برنامج مفتوح. ماشي? وبيبدأ ان هو بيروح يشتري لك استضافة او هو عنده استضافة. وبيبدأ ان هو يحطك على الاستضافة ديت ويربطك بالاستضافة دي. لو في اي حاجة مش مفهومة في الكلام ده سجلوها. ان شاء الله الجواب عليها في الاخر. طيب. انت بقى حضرتك كراجل يعني عندك بيزنس. في بعض المبادئ اللي لازم تفهمها بالنسبة لموضوع الاستضافة. اي هي? تعرف الفرق من كل حاجة والتانية او اي هي الخيارات الموجودة صادق. ماشي? طيب. في حاجة في الاستضافة. لو ضغطنا هنا مثلا على ويب هوستنج. وفي حاجة اسمها الرسيلر. الرسيلر دي خاصة بالشركات. ما لاناش داخل فيها دلوقتي. احنا غالبا خلينا فين? في الويب هوستنج دي. لو ضغطت عليها. هشليلي يجيب لك خيارات هنا كتيرة جدا. بيقول لك مسلا هنا عندك الاختيار دوت. بتلاتة دولار واربعين اه بانس في الشهر. متاح عندك ان انت عندك ويب سايت واحد. وعشر تلاف زيارة شهريا. بيقول لك مسلا واحد جيجا رام. وحاجة اسمها انليميتد اس اس دي ستوريش. طيب ايه الحاجات ديت? اول حاجة ويب سايت. احط اكتر منه بسايت على الاستضافة. او عادي جدا زي البقال اللي بعدها دي. وبيقول لك مش هجي لك اكتر من عشر تلاف زيارة في الشهر. ماشي? يعني انت الناس بتخش الموقع بتوعك. ينفعش اكتر من عشر تلاف في الشهر. تمام? وهنا بيقول لك الكمبيوتر اللي انا هخصصلك عليه مساحة فانا هخصصلك حاجة اسمها من رامات حاجة اسمها واحد جيجا. واحد جيجا رامات. ودي بتفرق في سرعة الموقع. وبتفرق لو حضرتك داخل على الموقع بتحط عليه برامج كتير واضافات كتير. فبتفرق معاك بسرعة الموقع كتير جدا. المساحة اللي انت هتاخدها زي الهارد دي سكر الزبط. انا مثلا بشتري كمبيوتر بيعليه مساحة خمسمائة جيجا. عليه مساحة وان تيرا. ففي مساحة مخصصة تقدر تحط عليها البيانات بداحتك الصور والفيديوهات وكل بيانات الموقع. فهنا بيقول لك انت عد بك ايه? المقصود ان انت لما في حد هيشتري لك الاستضافة لازم يكون عندك معلومات مهمة جدا. تسأله هل الاستضافة ديت محدودة في الزيارات الشهرية ولا عدد لا محدود. هل ليه مساحة محدودة ولا مساحة غير محدودة في الاستضافة بتاعته? فلازم تعرف الامكانات ديت. ليه ان انت ممكن الموقع الالكتروني بتاعك? يبقى عليه عدد زيارات مثلا زي اللي هنا يعدي لعشر تلاف زيارة في الشهر ويجب الموقع يقول لك حضرتك محتاج تعالي البقاء بتاعتك. ويقف معك ويخسرك زباين. فلازم تعرف المعلومات دي المهمة جدا جدا انت تعرفها من الشخص او الشرك اللي هتعمل لك الموقع الالكتروني بتاعك. في حاجة بعد كده في الاستضافة حاجة اسمها المواقع اللي هي عليها عمليات شراء وبتقدم خدمة عمليات شراء لمنتجات فيزيكال تختلف عن المواقع اللي بتقدم خدمة زي بالذات الانلاين كورس ان انت بتقدم كورسات اونلاين. الكورسات الانلاين دي تخد بس الكلمة دي واحفظها. لازم تروح على استضافة من نوع VBS. ده بيبقى موقع او عفوا سيرفر قوته زيادة شوية ان يقدر ان هو يخدم اكبر عدد من الناس في نفس الوقت. كتير هيخش تساعتها على الموقع ويبدأوا يشغلوا فيديوهات ويبدأوا يشغلوا كويزات مثلا اختبارات. في نفس الوقت فانت محتاج استضافة قوية جدا. فما تخليش حد يشتغل معاك على استضافة غير الفي بي اس. طيب. في حالة لو انت عندك الموقع على حاجة اسمها وو كومرس اللي هيصابم لك الموقع عليك حالا هشتغل على حاجة اسمها الو كومرس. فانت حتبقى حكاية البكب هيبقى يدوي. حكاية تأمين الموقع هيبقى يدوي. هيبقى حكاية ان انت تشتري الاستضافة وتخش بعكاية برمجها ما ينفعش انت غالبا كصاحب شركة ما تفهمش في الامور التقنية دي مش هتعرف تعملها بنفسك. فلازم ان شخص هو اللي هيعمل لك الكلام ده كله وبعدين بيديك لوحة التحكم ويقول لك اتفضل اي دي لوحة التحكم ما هي ازاي تضيف منتجات ازاي تستقبل الطلبات فيعلمك كل حاجة. انما لو رجعنا بعد كده للشو بي فاي. فلا الامر يختلف. ممكن اي شخص مش عنده اي قدرات تقنية اا او حاجات فنية في تصميم المواقع. يقدر اي شخص ما عندش القدرات ديت ان هو يخش ويتعامل مع الموقع عادي جدا. هل ممكن يحتاج بعد كده شخص يستعين بيه في امور معاناة اه. زي ايه مثلا ان انت عاوز تضيف صفحات. عاوز تضيف حاجة اسمها البنارات اللي والعروض التروجية. عاوز تربط الموقع الشو بي فاي بتاعك بحاجة اسمها البيمنت جيتوي. هنتكلم عليها في المدفوعات. عاوز تربطه بشركات الشحن. فلما يكون في حد عنده خبرة في الكلام ده كله وتعامل معاها. هيوفر لك طبعا مجهود وهيوفر لك بحث واخطاء كتيرة جدا. لكن كبداية ان انت ممكن تخش تسجل منك لنفسك وتشتري الباقة اللي انت عاوزها. وتبدأ ان انت كما ممكن تضيف منتجات. دي مش محتاجة اي مهارات ولا اي معارفة تقنية. ممكن اي شخص ان هو يعملها بنفسه. طيب. فده هياخدنا بعد كده بقى. ان احنا الشو بي فاي طيب. ايه التكلفة بتاحته? وايه الفرق بين التكلفة بتاحته? والفرق بينه بين التكلفة عن حاجة اسمها اللي احنا اتكلمنا عليه. الشو بي فاي يا جماعة مش مجاني. ماشي هو بديك مسلا شهر او شهرين في الاول حسب العروض اللي هم بنزلينها مجانا. لكن هو مش مجاني. لو رحنا على كلمة البرايسنج دي. ونزلنا تحت. هتلاقي هنا كاتب لك هتطلق كزا باقة. في الباقة الاساسية. يدير غالبا كل الناس بتشتغل عليها. وفي باقة اسمها الشو بي فاي. في باقة اسمها الادفانزد. وعلى فكرة اغلب المتاجر الالكترونية المشهورة في اليو كي هنا شغالين على الشو بي فاي. زي مثلا موقع اللي هو الكاري اللي هو مخصص في الالكترونيات والبي سي والحاجات ديات والموبايلات شغالة على الشو بي فاي. وكتير من المواقع المشهورة جدا شغالة على الشو بي فاي. طيب. فبقولك الباقة الاساسية بياخد منك خمسة وعشرين جنيه في الشهر. ماشي? وبيقولك اه 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 انا بياخد منك وان باوند في الشهر لمدة تلات شهور. طبعا بعرض جديد هم حطينه. لان غالبا اللي بيخش يسجل اول تلات شهور بيبدأ ان هو يعمل اعدادات الموقع والتصميم بتاعه واضافة المنتجات. فهما الناس يعني زي منكم بديناك فرصة في الاول ما هيكلفكش فلوس لغاية لما توقف على رجلك اه في الاول. بيقولك الاشتراك الشهر يبقى خمسة عشرين جنيه سترليني في الشهر. ماشي? وعندك بعد كده بيقولك بياخد نسبة اثنين في المية زائد خمسة عشرين بين على كل عملية شراء. اه وهنا واحد سبعة في المية واحد دوت سبعة اه وان دوت سيفن في المية دي على عملية الشراء اللي هي اللي هي عن طريق النقاط البيع دي حاجة تانية. طيب ايه تاني بيقولك حاجة اسمها البيزيك بيديك اللي هي التقارير عن المبيعات بتاعتك والجمهور والناس الموجودين عندك في الموقع بيديك حاجة اسمها البيزيك اللي هي التقارير الاساسية. ما فيش فيها تفاصيل كتير قوي. ماشي? اه اه وبيقولك حتة بقى مهمة جدا. انت المتجر الالكتروني بتاعك على الشو بي فاي فيه خاصية ان انت ممكن تحط له اكتر من يعني تقول مسلا عندي فرع في لندن عندي فرع مسلا في بيرمينجهام عندي فرع مسلا في المدينة الفلانية. فبيقولك كل فرع وكل ممكن تحط له الف منتج. الف تمام? طيب لوحة التحكم بتاعت الموقع دلوقتي ان فيه ناس بتخش على الموقع واللي هم الصلاحية الناس من الموظفين او الناس اللي شغال معها والشركة اللي شغال معها بيبدأ ان هو يدخل على الموقع ويضيف اه منتجات ويتحكم فيه وفي الاسعار وكلام ده كله. فبيقولك عندك بس ان بس عندك اتنين مستخدمين يقدروا يستخدموا الموقع الالكتروني مش اكتر من كده. ده في الباقة اللي هي بخمسة عشرين جنيه في الشهر. ودي غالبا اللي انا برشحة لوحد عشتغل على الشو بي فاي. طيب الحاجة الاختيار اللي بعد وبعد كده بيقولك اللي هو الباقة اللي بنسمينها شو بي فاي. دي بخمسة وستين جنيه في الشهر. دي هنا بيقلل لك النسبة شوية بدأ ما هي اتنين في المية. خليها واحد وسبعة من عشرة في المية. زائت خمسة عشرين بني. ماشي. اه فطبعا لو في شخص عنده مبيعات كتيرة بالقلوفات كل شهر. يبقى بالنسبة له اوفره ان هو يشتغل على ايه? على الباقة اللي هي بخمسة وستين جنيه. بيقولك بعد كده بقدم لك حاجة اسمها التقارير اللي تطلع لك بالمبيعات والكلام ده كله فيها تفاصيل زيادة شوية. نفس الحكاية. بس هنا بيقولك بزود لك ايه? خمسة على كل اكاونت. يعني كل اكاونت انت او الباقة بتحتك ديت لك خمس مستخدمين يخشوا بيتحكموا في الموقع. يقدر يخشوا ويضيفوا منتجات ويتحكموا في الاسعار والكلام ده كله. ممكن ان انت تخش اه وتضيفهم. طيب في باقة اكبر من كده طبعا غالية شوية ترتمية اربعة واربعين جنيه في الشهر. ماشي? فدي برضو بيقللك النسبة اللي هما بياخدوها لواحد ونصف بدل ما هي واحد ساعة من عشرة واحد ونصف في المية. ولا حاجة اسمها الريبورتيات بتبدأ ان انت تغير في الخصائص بتاعتها على مزاجك وتزود فيها حاجات. بس نفس الحكاية يعني الف منتج لكل لوكيشن. وهنا في خمستاشر استفقك كونت. انت بقى الفريق العمل بتاعك بيوصل لغاية خمستاشر اه فرض. اه طيب ده بالنسبة للشو بي فاي. انا عشان اريح بس شوان الكلام لو في حد عنده سؤال في الحتة دي يسألني فيه. اه بشوانس محمد. فضر مستراني. هو بس فيه كم نقطة ان يعني. انا بكتلم طبعا من بزنس اه برسبكتف. ايه. وكل الناس اللي هنا. وان وي او ناظر يعني اللي هم احتكاك بالبزنس. فاكي الكلام هيوصل لهم. ان الكلام ده كله قبل ما يتعمل. مفروض بيبقى محطوط في البزنس بلاي او خطة العمل اللي انت عاملها للشركة سواء سيرفز او او برو دكت هتقدمه. يعني الكلام ده مش بيحصل عشوائي. كل الكلام ده المفروض انه هو بيبقى فيه بيبقى فيه او بيبقى فيه تخطيط مصبخ ما بين اه مسلا باش مهانس محمد عيد اللي هو بيعمل الجزء الخاص بالتجارة الاكترونية والبزنس بلاي الموضوعة عن طريق صاحب الشركة او صاحب العمل او الشركة اللي مخططة للبزنس ده هيمشي ازاي. يعني كل الكلام ده المفروض انه هو موجود في باكجراوند وليه تخيل وليه وليه بيزنس بلاي مكتوبة او ليه خطة عمل مكتوبة قبل ما تبتدي الواحد ياخد الخطوات ده ويقرر وهيمشي شمال ولا هيمشي مين هياخد البقى دي ولا هياخد البقى دي فدي نقطة النقطة التانية بالنسبة للنقطة اللي حدثت قلتها في الانلاين كورسيز او وهي نقطة فالد جدا كنت انا بفكر في ممكن زي وان وي ان الواحد اوفركم موضوع الهوست المعين ده ممكن ان انت تعمل ويب سايت بسيط وتربطه ب مصدر خارجي لما تدخل على الكورس دي ينقلك بقى الحاجة تانية بعيد عن الواب سايت ده تلقى تشغل من خلالها الكورس وتتعامل مع الكورس ولا لازم يكون على نفس السيرفر طيب طبعا كلامك فالد جدا مفيد جدا يمكن بس انكيه بعد النقطة يعني عاوز اقولها بس يعني ايه الواحد لما بيفتح في الكلام ممكن بتقع منه شوية حاجات اه الكل اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة دوت ده يعني اعتبر كله خطة عمل واحدة او في حاجة انا اتكلمت فيها قبل حاجة تانية فمش معنا كده ان احنا يعني ايه سبقنا حاجة او تجاوزنا حاجة احنا هنتكلم مثلا على ايه هي اه المواقع اللي انا ممكن اشتغل عليها او ابقى عليها الاستضافة بتاعت المتجر بتاعي او الويب سايت بتاعي ماشي فدي حاجة من ضمن الخطة العامة لا تتجزع عنه احنا هنتكلم بعد كده هتلاقي في البرزنتيجة احنا هنتكلم عن الحاجة الماركتين فانل والخطة التسويق بتاعتي ماشي فكل اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة كل ده قبل مبدأ البزنس بتاعي كل ده لازم يكون متجهز لازم يكون في شركة حطارة الاستراتيجي بتاعي الاستراتيجي اللي انا حمش عليها الخطة التسويق اللي انا حمش عليها لازم حبقى عارف مصاريف التسويق بتاعتي لازم حبقى عارف المصاريف اللي انا هصرفها على الهوستنج بتاعي فكل الكلام ده كله تقدر تقول ان هو ايه يعني واحدة كده او حاجة ما ينفعش ان انا سيبها وااجلها قبل التانية او انا مسلا اعمل الموقع الالكتروني وبعد كده حط الاستراتيجي تاعت التسويق لا هتبقى دي خطوة طبعا غلط مية في المية او ان انا حط استراتيجي التسويق بس انا برضو لسه مش ما احدد البزنس نين بتاعي حتى تتعقل ازاي فكل احنا بنتكلم فيه النهاردة كل الكلام دوت كله باكي جواحدة كل ده خطة او قولنا التصور العام او كل اللي انا هفكر فيه قبل ما ابدأ واخد الخطوة ابدأ ادفع فلوس لا لازم ابقى عندي كل التصور للكلام ده كله بالنسبة لنقطة اللي هي الانلاين كورس يعني انا حسب انها فهمتوا منك اه يعني انت تتكلم ان هو الموقع يكون مربوط بريسورس تانية انا سبيل المثال اه ان انا هيبقى عندي الموقع الناس بتخش بتشغل مثلا فيديو اه بيتفرج على فيديو بتعلم مثلا حاجة في الانجليش بتعلم حاجة في التسويق الرقمي بغض النظر على المحتوى فمشارط ان الفيديو دوت يكون موجود على الهوستنج بتاع الشركة بتاعت او موجود على الكمبيوتر بتاعي لأ ده ممكن يترابط الفيديو دوت ممكن يترابط باليوتيوب يعني هو بيخش بشتري الكورس لا بيشوفش اي حاجة في المحتوى بتاعه بس لما يخش للمحتوى الفيديوهات دي بتكون مستضافة وموجودة على موقع تاني خالص زي اليوتيوب او موجود على موقع حاجة اسمها فيميو ده لانا بعدي بشتغل عليه في حاجات اللي هي الدورات الانلاين ماشي ففعلا هو ممكن يكون ايه مربوط بالريسورس خارجية خارج الاستضافة او خارج السيرفر اللي انا اشغال عليه عشان موضوع تشغيل الفيديوهات ده بالذات يعني الجوابت على سؤالك كده ولا اه مرسي وهو يعني يعني زي ما يقول انا كنت عايز تحديدا اضرب مثال باليوتيوب لانه وده وده من ضمن الحاجات اللي انا اللي انا عاملها عندي او او قدام بما اني فعلت الممبرشيب اه قريب على قناة اليوتيوب الخاصة بيا لو سيء حاجة حتبقى للممبرز مثلا مش لازم ان انا اعمل اه ويب سايت تقيل انا ممكن اعمل ويب سايت خفيل زي لاندينج بيج اوكي اه اه لو هنتكلم بمصطلح ممكن يكون ابسط للناس زي اه صفحة صفحة اولية للموقع بتاعي بيتكلم على الكورسات اللي انا هقدمها ولو مثلا اكس من الناس هيدخل ويدغط على الرابط ده هياخده على قناة اليوتيوب لصفحة اللي هو ممكن يكون مشترك فيها او يشترك فيها عشان نشغل الكورس فبالتالي مش لازم الويب سايت او اللاندينج بيج دي تكون حاجة تقيلة صحيح كده انا فهمت صح? ايوة هي يعني انت بس كلامك يعني في امور تكنيكات شوية اللي ينفع او اللي ما ينفعش اه اه بس عشان نلخص الموضوع موضوع اللي هي الانلاين كورس كده كده لازم تكون الاستطافة بتاعته قوية وسريعة ماشي? بس طريقة ربط الفيديوهات دي بقى موضوع تكنيكات شوية ان انا بخليه على رسورس خارجي ماشي? عشان يخافف الضغط على الموقع بتاعي بس هي دي الفكرة اه انما مسلا في اليوتيوب وكان ده كله هاي اللي انفع تتربط فدي امور تكنيكات اللي ممكن مش هيحضرني فيها الاجابة دلوقتي يعني ممكن تحتاج تفكير شوية اخيوة وازاي تترتف فيها ان اواتس كريم مش عارف هو بقى لو معانا وسمعنا ولا ممكن يتفضل اذا عرفنا بنفس هو كده في الاستراحة اللي في النص ليه ان انا اللي بستريح طيب هو مش عارف هو سمعنا اا ولا لا بشمهندس يا هاب موجود? طيب. هو ممكن يكون بيتكلم بس نسي نسي يعمل ام يوتلا ده بيحصل ساعات. مظبوط مظبوط مظبوط. اي. لا موجود من تابع حضرتك تماما. طيب فيه اي حاجة مش مكون في نقوسي ده يا بشمهندس? لا بالعكس يعني انا 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 بشكرك جدا وهو في وقت رائع. اوكي? واكيد يعني الواحد ما محتاج يشتغل عليه. في حاجات كتير. يعني اه. تمام لا انا مع حضرتك ما. باي. باي. كله تمام. يعني زي ما قلنا الفكرة العامة من المحاضرة تاعتك النهاردة ان الواحد يبقى عارف عن ايه شو بيش هو يعرف عن ايه وكومرس عارف عن ايه استضافة عارف عن ايه دومين. فبحيسم الشرط هو هيشتغل بايده بعد كده. بس لو هو هيشتغل مع حد يعني يكون على وعي بالكلام ده كله. ان احنا بنشوف يعني وبنتعرض يعني اه بيجي ناس وبنسمع قصص عالناس كتير يعني بيبدأوا يمشوا في موضوع التجارة الالكترونية دوت ويبدأ ان هو ياسس موقع ويمشي في الموضوع. وللأسف يقع بسبب ان هو اشتغل مع ناس يعني ما عندهاش ضمير. او يعني زي ما قلت لك هو اشتغل مع شركة والشركة دي اشترك الدومين وموجود عندها. والاستضافة موجودة عندها ما عافش عنه عنها حاجة. وبعد كده يعني خلاص شكرا ضاع منه. آآ كل شيء بسبب ان هو بس ما عندهش المعلومات الاساسية. يعني المحدش بيوفرها كتير برضو في الوقت اللي احنا موجودين في دهلوقتي. طيب. آآآ بالنسبة للشو بي فاي تعالي نرجع له تاني. انا غير جدا يبصوا عايب شبما انتهش من بعض. انا لسه برضو ما وضحتش ايه هو الاو كوميرس او دلوقتي. ماشي. آآآآآ بس احنا مركزنا على نقطة الكوست. وإيه الفرق بين الاتنين شركة الشو بي فاي زي بغتلك وهي مركزة في الأساس على التجارة الإلكترونية فإن أنا يبقى عندي موقع إلكتروني مثلا وعاوز أضيف عليه عدد من الصفحات وغير في التصميم بتاعها دي بقى العيوب في الشو بي فاي إن أنا مثلا عاوز أعمل حاجة اسمها لندنج بيج أنا عندي حاملة تسوقية وعاوز أعمل تصميم صفحة بالصور والكلام والمحتوى اللي موجود فيها التصميم أنا عاوزه على مزاجي عفوا بشو بي فاي الكلام ده صعب فيه شوية أو ما فيش فيه مش كل الإمكانيات متاحة فيه على عكس الوو كوميرس الوو كوميرس أنا ممكن بس لو فيه وقت في الآخر هبقى وليكم أمثال للكلام دوت إن لو فيه ناس لسه موجودنا في الآخر الوو كوميرس بيديك لوحة تحكم وبتبقى عن لك تحكم كامل في كل محتوى الموقع بتاعك إن انت عاوز تغير في التصميم وتغير في الألوان وتضيف صفحات زي ما انت عايز وتضيف حتى مدونة وتحط فيها مقالات ده هنتكلم فيه في التسويق وتحط فيها مقالات وتغير شكل المقالة وتقسمها وترتبها وكل الكلام ده متاح فين؟ في الوو كوميرس ماشي؟ إنما على الشو بي فاي هتلاقي هو مركز أكتر على البيع والبنتجات ومش مديك الخيار إن انت تقدر تتحكم في الشكل بتاع الموقع والتصميم بتاعه بالنسبة عالية موجود؟ اه موجود مش موجود نهائي يعني لا موجود بس مش متاح النقطة دي ودي أكتر الاختلاف موجود بين الوو كوميرس وبين الشو بي فاي وبتبقى نقطة صراحة أنا عن نفسي كشخص بشتغل في الاتنين بتبقى نقطة محيراني بس الميزة الأساسية في الشو بي فاي اللي تفرق عن الوو كوميرس إن الوو كوميرس دي قمت لك انت عندك البرنامج اللي بتصمم بيه صفحات ومنتجات وكل الكلام ده بس انت بتروح حضرتك بنفسك أو الشركة بتروح تشتريلك بخبرتها هي الاستضافة المناسبة ليك بسرعة معينة فأنت بتيجي مع الوقت يعني دي حصل معايا عشان ندي مثال كان في موقع بتاع دورات أونلاين بتعلوغة انجليزية في السعودية فعملنا الموقع واشترينا استضافة مش هانو استضافة بطيئة بس استضافة عادية جدا العدد في الأول كان عدد صغير من الطلبة مفيش عدد كبير فجينا مع الوقت بدأت بعد كده أن العدد يكبر وعدد الطلبة اللي بيخشوا على الموقع حتى ما احنا سواء انت موجود أونلاين على الموقع أو مش موجود ان كان فيه معدل الأحيان بنخش انت بقى الدروس أونلاين فالطلبة بيخشوا بيحلوا انتحانات وبيحلوا أسئلة فبدأ ان يبقى فيه ضغط أكتر على الموقع بدأ ان يبقى فيه الناس تخش ومش عارفة تعمل حاجة حصلت مشكلة ان الطلبة بعد كده بقعت قيملات احنا بنخش نعمل حلل الأسئلة والموقع بطيء والموقع تقيل فبعد ما كنا بدئين كويس في الأول وما فيش مشكلة عندنا في سرعة الموقع لان بدأ الضغط يزيد عليه وانا لا يبقى لازم نعلي نعلي الباقة بتاعتنا اللي احنا شارينا في الاستضافة وننتقل اللي قلتلكوا عليه الحاجة اسمها ال VBS ده بيبقى غالي شوية يعني مثلا الأورانية ده كان بحوالي مثلا حوالي 150 دولار في السنة كلها فروحنا بعد كده لل VBS ده كان بحوالي 500 دولار في السنة يعني كان ده أقل حاجة فيه كمان بس لما نقلنا عليه اتحلت كل المشاكل ديت خلاص تمام؟ فالمقصود ايه ان انت هتبقى ساعتها الشخص الموجود معك ومسيك لك الموقع هتقول بقى لانا ممكن في المرحلة الأولى هشتري حاجة قوية جدا عشان محتاجش لانا غيرها او ان انا حاجي وحاجي في مرحلة هقول لا اخد بقى لك الموقع بدأ يتقل معي ايه عاوز اشتري بعد كده نصرف اكتر احنا خلاص الحمد لله البزنس بدأنا بدأ ينجح بدأ الموقع يبيع نبدأ ان احنا نعلي الاستطافة بتاعتنا ونشتري حاجة اغلى الشو بي فاي بيشيل عنك هم النقطة ديت يوم انت بتدفع فلوس كل شهر بس هرجع لك اي من حاضر بتدفع فلوس كل شهر بس لا بتفكر في سرعة الموقع ولا بتفكر في عدد الناس اللي بيزوروك كل شهر ولا كل الكلام ده كله السهم حدد لك عدد معين من المنتجات يقول لك مثلا الف منتج الوو كوميرس مفيش الكلام ده زي ما انت عايز اعمل كل اللي انت عاوز انت حر انما الشو بي فاي بيحددك في النقطة ديت لكن السرعة الامان عدد الزرارات للموقع كل الكلام ده يعني ما بتشيرش هم خالص في الشو بي فاي تفضل مستر اي انا شكرا لحضرتك على المثال ده بس هو يعني تريجر معايا كذا حاجة من العمل اللي كانوا اللي انا اتعملت معاهم عن طريق جو بيزنس ومضمن النقط اللي انا كلمت عليها على اليوتيوب في اللي هي سبع مشاكل بتواجه البزنس حتة الاكسبانشن في ان بعض الناس بتعتقد ان ان لما الشغل يكبر دي حاجة كويسة مش عارف ان هي دي حاجة لو هو مش مجهز لها كويس وعامل حسابها ممكن تعطل الشغل او توقعه لان انت لما عميل يدخل مرة واثنين وثلاثة ولو انت ابتديت تكبر وابتدى بدل العميل عشرة يدخلوا ويلقوا الخدمة مش موجودة او البرودكت في مشكلة ان هما يتواصلوا معك او يحصلوا على الخدمة او البرودكت اللي انت بتقدمه ده هيفقده الثقة في البراند او هيفقده الثقة في الشركة وصعب جدا ان انت ترجع عميل زي ما بقول يعني يعني واحد عميل بس عنده مشكلة مع الشركة بتاعتك او مع الخدمة او مع البرودكت اللي انت بتقدمه ان انت ترجعه اسهل لك بكتير ان انت تكسب مية عميل جديد عميل اللي هو بيكون انهابي وبيسيب الشركة بتاعتك او يفقد الثقة صعب جدا ان انت ترجعه وده اللي بيشتغل عليها دايما الكمبيتتور ان هما بيبتدوا يشتغلوا على الانهابي صعب فنقطة دي نقطة خطيرة جدا يعني دي ممكن تكون مشكلة ومشكلة كبيرة لو انت مش مجهز لها ارجع برضو اقول الحاجات اللي يبقى معمول حسابها في البيزنس استراتيجي مش البيزنس بلان البيزنس بلان انت والله هتشتغل في الست شهور لكن البيزنس استراتيجي انت هتشتغل ازاي في الخمس سنين الجايين او على قوم عندك باصوي او عندك سيناريوز لو البيزنس مش كده او البيزنس مش شمال هتعمل ايه فالنقطة اللي حضرتك بتقولها دي يعني المسال جميل ومسال خطير جدا ان الراجل لما كبر او البيزنس بتاعه بتادي يشتغل اتفاجئ فدلوقتي اللي عادة احنا عايزين سيرفر اكبر لكن هو لو عامل باك اوب او عامل بلان بي او عامل سيناريو زي ما احنا بنقول في لغة البيزنس كان سهل جدا القوة يعمل شفتيج على السيرفر الجديد او يكون مجهز البيزنس دي فبالتالي خلاص احنا في خلال بدلا من الموضوع ده ياخد اسبوع ياخد له يوم او اتنين واسبوع في زمن البيزنس دا كتير انت في اسبوع دا ممكن يقولك بيجي لك كل يوم مثلا عشرة عامل انت بتتكلم في سبعين عامل فقدوا ثقاتهم في البيزنس الخاص بيك او في الشركة وانت عشان تصلي سبعين عامل دول انت مثلا اشتغلت على نفسك سبع شهور ودفعت فلوس مبلغ وقدره وممكن يوصل الالفات من الدولارات عشان توصل للسبعين عامل دول فده نقطة فطيرة مهمة جدا وأنا أشكرك ان انت يعني شكرا مستر ايمن ااااااا طبعا انا يعني لاذا اخدنا انا من المصطلح اللي المستر ايمن يعني قاله او التوسع. طبعا ما فيش فيها مشكلة. اه حتى لو زي ما قلت لك احنا اشتغلنا مثلا قلنا تلنا الشو بي فاي واشتغلنا على وو كومارس واشترينا استضافة صغيرة كده في الاول عشان بس اقل التكلفة بتاعتي. ما فيش فيها مشكلة لو انا عامل حساب الكلام ده كله يعني مش ببقاش سرحان يعني عارف ان انا اه بعد شهر بعد شهر حاطت في خطتي ان انا حد قلقل لحاجة اعلى شوية وابدأ اصرف اكتر شوية. ماشي? اه فالموضوع لو لاني صاحب البيزنس على وعي به وخططه من الاول مش هيبقى فيه مشكلة انما لو مش واعي ليه في موضوع التوسع وضغط الشغل لو زاد وانا مش متوقع كده مثلا مش متوقع انا ننجح بالطريقة دي مش حاطت التوقع ده وتو حاطت خطة وحاطت بلان للموضوع ده ومتوقعه فطبعا يعني ممكن النجاح يتحول لفشل اه بطريقة درامية كده يعني زي ما اشار اه مستر ايو. طيب. طيب بالنسبة للتكلفة يا اخوانا يعني زي ما قلنا هنا مثلا الشو بيفوال بقى وهنا حتة برضو خدوا بالكم منها. عشان ده فخ بيقع فيه ناس كتير. بيفتكر ان انا المتجر الالكتروني بتاعي مش هيكلفني اكتر من خمسة عشرين جنيه في الشهر. وده مش حقيقي. يعني ده مش حقيقي. هو هنا يعني انا هنقول هنعتبر انه هو ده الاستضافة. والبرنامج اللي انت هتشتغل عليه. فالشو بيفوال بيديك الاساسيات اللي حضرتك يبقى عندك متجر الالكتروني. يعني انت مسلا تقدر تضيف منتجات. يبقى عندك مسلا اه عندك شحن وعندك دفع الالكتروني. الاساسي اللي انت هتقدر تبدأ تنشئ عليه. هتلاقي بعد كده ان انت هيبقى عندك مصاريف تانية. يعني ايه زي مصاريف تانية? ان انت في حاجة اسمها الـ theme او شكل الموقع الالكتروني بتاعك. ماشي? اه انا محارف هنا هم حطين مثلا اه امثلة ولا لا المتاجر الالكترونية. بس لو جيت مثلا عملت بحس هنا عليه. مثلا ايه? نكتب حاجة اسمها الشو بي فاي. شو بي. انا بكرب يعني شو بي فاي. اه theme. نفهم يعني كلمة theme بس دي. في موقع هنا الموقع لنا كنت بشتري منه ساعات كده. عشان بس اوضح لك كلمة theme دي معناها ايه? طيب. لو فتحنا اي حاجة من الخيارات الموجودة قصادنا دي. عشان نفهم بس يعني ايه theme بتاع الموقع. اه. تعالوا بنضغط على ده كده نفتح بس بصفحة تانية مختلفة. نضغط على live demo. اختار مسلا ده. شايف هنا بيقول لك ايه? lay out one. lay out two. lay out three. قبل ما نخش ونفتح كل واحدة فيهم. لاحظوا هنا فوق الالوان اللي موجودة فوق. هتحاول اكبر الشاشة شوية. ركزوا معي في الحتة دي. شوف هنا مسلا عندك هنا جزء بتاع السيرش. وهنا مش عارف فيه شوية حاجات كده موجودة جنب منه. فيه كلام تحت. هنا الترتيب مختلف شوية. هنا في الجزء اللي ازرق ده الترتيب مختلف خالص. تمام? بيقول لك lay out one. lay out two. lay out three. ده طريقة تقسيم او شكل الصفحة الرئيسية في المتجر الالكتروني بتاعك. لو ضغطنا مسلا عليه اوت one ده. هفتحينا صفحة المتجر اهي. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بس بحاول ابعد الابعد. لو هتبتحكم بتاعة الزوم. فهنا مسلا عندك القيمة القوائم بتاعة الموقع الالكتروني بتاعك. هنا مش عارف شوية حاجات كده موجودة في الاول. هنا الفيتشارت ده المنتجات ومش عارف له الكام ده كله. او التمبلت بتاعة الموقع بتاعك شكل التصميم بتاعه عامل ازاي? ايه الامكانيات الموجودة فيه لانا اقدر اغير في الالوان بتاعته كله. بالنسبة للشو بي فاي على الباقة اللي احنا بتشتريها اللي هي 25 جنيه في الشهر. دي مفيش فيها خيارات ان انت تقدر تعدل في التصميم نهائي. تمام? بتديك الموقع بتصميم معين بشكل معين. عاوز تمشي عليه على كده قليك ماشي عليه. لو انت باقي عاوز تغير. وغالبا ده اللي بيحصل بالنسبة 100% ان احنا بنشتري ثيم للموقع. بيبقى فيها امكانيات اكتر واتحات اكتر في التصميم بتاعه في الالوان وفي الترتيب وترتيب الصفحات والكلام ده كله. فبتضطر ان انت تروح تشتري حاجة اسمها الثيم. زي ما انتم شايفين كده. الموقع اللي ظاهر وصلنا دلوقتي. بتخش بعد كده في الوقت التحكم تقدر تتحكم في الحاجات اللي موجودة في الهيدر الجزء اللي موجود فوق. بتقدر تتحكم في شكل المنيوز وهي موجودة في اليمين واللي موجودة تحت هنا كده ولا موجودة فيهم بالزبط. يعني لو قفلنا ده وروحنا لللاي اوت تو. هتلاقوا فيه اختلاف شوية بينه بين اللي اوت وان. وشكل الحتة اللي المنيو اللي موجود هنا. والحاجات اللي موجودة الترتيب اللي موجود فوق. الى اخره. عشان انا اقدر تغير في ترتيب الحاجات دي كلها وفي الوانها لازم هتطر ان انا روح اشتري ثيم. ودي هتبقى تكلفة اضافية فوق الاشتراك بتاعي على الشو بي فاين. تمام? هنا مثلا ديت لو رجعنا هتلاقي سعارها كم? تسعة وتمانين دولار. فحضرتك بقى اخدت تسعة وتمانين دولار اللي بتتدفع مرة واحدة بس. وهتبقى دي من ضمن التكاليف اللي هتبدأ بيها في الاول لو اخترت ان انت تشتغل على الشو بي فاين. حاجات تانية من ضمن التكاليف اللي ممكن تنضاف. ان انا هنفترض ان انا عاوز اضيف اه خاصية الشات على الموقع الالكتروني بتاعي. ان يبقى مسلا فيه حتة على جنب كده اللي يضغط عليها يعمل معي شات. فممكن تلاقي دي اضافة تحتاج ان انت تدفع فلوس اكتر عشان خواتي بتبقى موجودة في الموقع عندك. وهكزة عاوز مسلا حاجة اسمها زي click and collect اللي احنا بنشافها في بعض المواقع. انا الصراحة مش متأكد لسه الشو بي فاين ضفها ولا لسه. فلو مش موجودة هتلاقي ان دي وظيفة اخرى. انت مضطر لتضفها للموقع وتدفع عليها رسوم قد تكون الرسوم دي شهريا. فعشان كده لازم انا لما ابدأ الموقع الالكتروني اتياع وما اتكلم اتياع في الاول. لازم بحدد ايه اللي انا محتاجه بالزبط. عشان الشخص او الشركة اللي تعمل الموقع الالكتروني تقدر تحدد لي التكلفة. اه اللي انا احتاج ان انا اتفحها في الاول. والحاجات اللي انا ممكن اضطر اتفحها شهريا او اضطر كمان ان انا يكون لها اشتراكات سنوية واضطر ان انا اتفحها. عشان كده برضو بننبه ان محدش يتخدع. ويجي لك واحد اقول لك مثلا ايه. اعمل لك مدجر الالكتروني وموقع الالكتروني بمثلين باوند. مثلا ع سبيل المثال. طب بمثلين باوند دي انا هاخد ايه بيها طيب. يعني مبلغ صغير ورخيص وجميل طب انا هاخد ايه مقابل في الكلام ده كله. هتحطيني على استضافة سريعة ولا هيرشك ويحطك على استضافة بطيئة ولا ايه بالزبط. ميتين باوند دي ممكن تكون يا دوب حق الاستضافة. يعني استضافة نص نص جده. فتخيل بقى ان هو ياخد منك المبلغ ده مقابل التصميم والاستضافة وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده بعمل لك على الوكومرس بالمبلغ البسيط ده. في حين انه ممكن واحد تاني اجري انا مسلا اقول لك اه لا ممكن. انا ممكن اتكلف ستمية ده ممكن اتكلف الف ده ممكن اتكلف الف ونص. فتضطر تنزل تقول ده واحد اتقلي ميتين باوند. ميتين باوند دي ليه ايه اللي هيحطولي في الموقع بتاعي. فلازم انا اعرف الكوست الحقيقي وايه الحاجات اللي حبقه. انا فعلا هتكلفها. فالشوبي فايل زي ما قلت وهي بقول لك خمسة عشرين باوند في الشهر بس مش هيدي التكلفة الحقيقية انت تحتاج تشتري سيم وتأكد ان في حاجات كتير جدا هتطر تدفع الموقع وتضطر ان انت تدفع عليها فلوس. او لو هتقول ان عاوز ابدأ بسيط خالص باقل تكلفة ويدون اي اضافات في الموقع على الشكل الاساسي انا بس عاوز الناس تخش وحط المنتجات بتاعتي وتشتري وتدفع. فهيبقى هي الخمسة عشرين جنيه مش صراحة مش مش ممكن ما تزيدش عنها فيش اي مشكلة. نعم بلا حتحتاج ان تتطور في الموقع بتاعك فاعرف ان مش هي دي اا التكلفة الحقيقية. طيب نفس الحكاية بلو للنسبة اللي هو كوميرس. يعني هتلاقي لو راحنا مثلا على اا 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 الموقع ده وكتبنا مثلا هنا ايه اا 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 او كوميرس ماشي وضغطنا انتر. فحيجب لك بقى شوف شكل المواقع اا 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 او الثيمات اللي بتشتغل مع الو كوميرس. لو شفنا مثلا ده على سبيل المثال. اهوة اقول لك live demo. طبعا شوف. ديه شكل الثيم اللي انت اللي اتنا مثلا ممكن نشتريها لو هنشتغل على الو كوميرس. وهنا بقى دي برضو من ضمن التكاليف او الكوست في جانب الو كوميرس. ان انا هقول هنفترض ان هي برضو نفس التكلفة بتاعة الشو بي فاي. ان انا مثلا هشتري هوستنج. وهيكلفني برضو في حدود الخمسة وعشرين باوند في الشهر. مثلا على سبيل المثال. في الغد دلوقتي التعادل بينهم في موضوع الهوستنج. ما فيش فيه مشكلة. بالنسبة للثيم نفس الحكاية. هتطر اشتري ثيم عشان اشتغل عليها على اا الشو بي فاي. زي ما انتو شايفين برضو انت ممكن كشخص بص ما متفارقش بينه بنشوفي فاي. بس هوا في فارق. يعني هنا مستحل شو ادي شكل التصميم برضو طريقة القوائم والايقنلات اللي بتزهر فيها. كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها من جوه. اااااااااااااااااااااااااااا من جوه لاح الشو تتتحكم في الموقع الاكتروني الخاص بك. فهنا هن complet سين غالبا وهنا برضو هنشتري سين. فلو بصنا في الاخر على موضوع الكوست لو اشتغلت على وو كومرس والكوست او التكلفة لو اشتغلت على الشو بي فاي هل بقيها واحد. بالنسبة للكوست طيب بالنسبة لموضوع السرعة والاستضافة وما شارش همها هتلاقي الشو بي فاي بيشلك هم النقطة بي يوفرها لك. بالنسبة لان انا عاوز اعمل تصميم في الموقع على مزاجي ولعب التصميم زي ما انا عايز هتلاقي الشو بي فاي ما بيوفرش النقطة دي لو كومرس بيوفر لك النقطة دي. فهي حكاية ايه? يعني الواحد بيوزن الامور بيشوفها هو يشتغل هنا ولا هو يشتغل هنا وتقريبا اللي اتنين متعدلين والاتنين محايرين بس يعني الاسهل ان احنا نشتغل على الشو بي فاي بس في الاخر عن تجربة ممكن التكلفة بتاعته تزيد 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 خطوة بخطوة عشان انا عاوز ازود في حاجات معنا في الموقع تكلفني اكتر من الو كومرس بس ممكن نبدأ خطوة بخطوة ونزود في امكانيات الموقع حسب ما الموقع يتطور معانا اا ويبدأ العمل ان هما يشتغلوا يخشوا على الموقع بتاعنا. طيب تعالوا نرجع لتاني نشيل بقى موضوع الشو بي فاي والمنصات اللي انا هشتغل عليها نبدأ نشوف الخيارات الموجودة تانية. الخيار الاخير موقع اسمه موقع ويكس. موقع ويكس دوت اا يعني قريب من الشو بي فاي شوية بس الشو بي فاي اقدم منه. وانا مرشحش ويكس قوي صراحة يعني بس انا بذكره كحاجة مشهورة اا وموجودة دلوقتي اا وفي نقطة بالنسبة الويكس انها موقع يهودي مية في المية. طبعا هي اصلا كل المواقع بسم الله ما شاء الله يعني تجارها اصلا الخلفية يعني موضوع اليهود وتجارة اليهود والكلام ده كله فموقع ويكسي بالذات يعني فيه بعض الناس حربته بسبب النقطة ديت يعني انها متجر اسرائيلي تقريبا او متجر يهودي مية في المية فيعني وقفوا ضده بسبب النقطة ديت يعني نقطة السياسية او نقطة العقدية ديت. لكن انا بذكره برضو اا من داب الامانة اا نشوف بعض الاصعاب بتاعته وهو نفس الحكاية شبه الشو بي فاي بس الشو بي فاي احسن منه بكتير طبعا اا والدعم بتاع شو بي فاي احسن منه بكتير الامكانات الموجودة في شو بي فاي اكتر من الموقع بتاع ويكسي بكتير وفي حاجة اسمها الانتجريشن اللي هي ان فيه مواقع اخرى بتقدم خدمات وفيه انتجريشن او تداخل بينها وتوافق بينها وبين الشو بي فاي والو كومرس موجودة في الشو بي فاي وموجودة في الو كومرس ومش موجودة في الويكس بس الويكس الصراحة بيقدم لوحة تحتكم سهلة جدا ومناسبة لجميع انشطة التجارة الالكترونية يعني سواء كان المنتج رقمي او سواء مسلا سيرفيس زي مسلا سبا مسلا او حلاء او حتى الاولايين سيرف اللي هي الاولايين كورس الحاجات دي كلها بيقدمها بسهولة جدا مس زي الشو بي فاي وزي الو كومرس بس هنا الباقات بتاعته تختلف حضرا مستر ايمن سواء هنا الباقات في الويكس تختلف. هيقول لك مثلا البيزنس بي اي بي لها بسبعة عشرين جنيه في الشهر. دي بيقول لك تقدر تستقبل مدفوعات وتقدر حاجة اسمها تستقبل المدفوعات المتكررة زي مثلا المدفوعات اللي تتكرر كل شهر. دي نقطة مهمة برضو. كده كده حاجة طبيعية. ممكن يقول لك انت ممكن عندك دومين موجود عندهم تشتري الدومين من عندهم مباشرة. او انت تربط بالدومين اللي انت اشتريته. وبيديك برضو حاجة مميزة ويقول لك انا بديك فري دومين لأول سنة. اخدوا بالكم النقطة دي. قبل ما ارجع لمستر ايمن. الحيتة دي مهمة اوي. اوي وكويس ان احنا عدنا عليها. في بعض المواقع بتقول لك انا حبيع لك الاستضافة معها الدومين. هديك الدومين مجاني. يعني في موقع زي مثلا نيم هيرو دوت. احنا شوفناها المشتين علينا الاستضافة. من ضمن الحاجات اللي موجودة فيه في بعض الباقات بيقول لك انا بديك استضافة. وبديك معها الدومين مجانة لمدة سنة. قوعة تعمل النقطة دي. دايما اشتري الدومين منفصل. لان انت لما تربط الاتنين مع بعض الدومين والاستضافة. ولو انت جيت في جزء ما جددتش الاستضافة مع الشركة دي بتاعت السيرفر بتاعك. فالاتنين مربوطين مع بعض. والاتنين ضعوا مع بعض. فانت لما تفصل بينهم بتخلي الدومين منفصل. والاستضافة منفصلة. حتى يبقى قدامك الخيار بسهولة. بعد كده. ان انت شركة الاستضافة ديت ممكن تسيبها وتاخد الموقع بتاعك البيانات بتاعته كلها. وتنقلها شركة تانية. بسعر احسد مسلا او مقدمه عرض كويس او مقدمه استضافة سريعة بسعر كويس. فتاخد الموقع بتاعت من الاستضافة ديت. تنقلها الاستضافة دي. والدومين بتروح عليه بدل ما هو مربوط بالشركة دي. بتربطه بالشركة التانية. فقوعى يعني سيبك من جزء النور فري لمدة سنة والكلام ده كله. لأ انا مش عاوز يعني شكرا منك انا مش عاوز الكلام ده كله. بيقولك انا بشيل العلامة الويكس البراندينج بتاعتهم. تمام. البندوست بيقولك زيارات مفتوحة مش ماز من عشر تلاف زيارة وعشرين الف زيارة. هنا الاستوريش بقى محدود. بيخدوا بالك برضو. في شو بي فاي كان محدد لك عدد المنتجات. بيقولك الف منتج لكل لوكيشن. بالنسبة الويكس. محدد لك المساحة اللي قدرت تخدها عندهم. هنا بيقول لك خمسين جيجا. طبعا خمسين جيجا دي كتير. مش قليل يعني. بيقول لك خمسين جيجا دي بقى لك سبع عشرين جنيه. الفيديو اوارز. انا الصراحة مجربت واش معرفش ايه الفيديو اوارز دي. ممكن لها استضافة الفيديوهات عندهم. بيقولك مودة التشغيل الليمتد. دي مثلا ممكن لها دورات الانلاين. بيدي بقى دي حاجة مناسبة جدا ليهم مرخيصة كمان. وبديك حاجة اسمها الخمسة سبعين باوند اد فوشر. بتقدر تعلم به تقريبا على جوجل. بيديك فوشر يعني بجاني من عندهم. سوية التقارير متقدمة. بيقول لك بيديك في الحاجات بقى الارخص شوية عشرين باوند. حتلاق مسلا المساحة اللي هي خمسين جيجة خمسة وتراتين جيجة. الفيديو اوارز اه عشر ساعات بس. هنا في الباقة اللي بخمستاشر باوند المساحة بتبدأ تقل. انما الزيارات والباندويتس اللي هي الزيارات الشهرية مفتوحة اه للجميع مفيش فيها اه 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 اي مشكلة. طيب. اه 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 اتفضل يا مستر ايمن تعاوز تقول ليه? انا والله كان ليه الطلب ان احنا بس نمر على الويب سايت ده مرور الكرام لو هو لابد منه بما انه ويب سايت يهودي فانا الصراحة مش حابب ان انا يعني ايه نحنا نعمل لهم يعني على اقل حاجة ان احنا نتجاه لهم. الله مستر ايمن يعني بس يعني هي مش حكاية تجاهل يعني جوجل يهودي. يعني الحكاية ايه? يعني هي وجهات نظر. يعني مش هاش نخش في وجهات النظر. يعني انا خضر الامكان ويقول لك اه ابعد عنه. بس في نفس الوقت هتلاقي ان مسلا جوجل اللي هي متحكمة في في مسترش ايمن في العالم كله وتاخد مليارات مليارات كل شهر هي اصلا يهودي. هتلاقي في اغلب الشركات الاسف اللي موجودة في السوق هتلاقي خلف منها لو مش علنا هتلاقي برضي خلف منها مساهمين يهود. يعني انا متفق انا متفق معاكو. لكن حتى واضح يعني يعني كبزنس ان هو الخبس الخبس اليهودي برضو يعني سبحان الله ما بيعرفوش يتخلو عنه ان هو النقطة اللي انت قلتها فالك جدا ان هو ربطك ربطة محترمة بحيث ان انت لو وقع الدومين يقع مع السيرفر فانت مش تعرف تخلص منه. اه بس ده خيار. يعني ده مش مش اجباري. بالظب ما هو انت ما هو يعني هو على حسب اللي بيعمل البزنس ده لو واحد مش مش عنده بزنس او كفاية او مش دارس بزنس. هيعرف ان ده ان ده غلط زي ما حدرتك قلت لك لو واحد مسلا مش حضر المحاضرة او ما اعرفش كلام اللي انت بتقوله هيفرح بحيثت الفريو ولكن على هيلقى ان هو مش عارف يخلع منه. ودي ودي مش اجبار كبير. لأ عادي برضا عشان برد من ده نجاوب عن نقطة الفنية دي. حتى لو اشتريت ووحت على استضافة. ربطة النظر عن ويكس او غير ويكس. لو روحت على استضافة وقالك انا بديك دومين مجاني لمدة سنة. تقدر ان انت تنقله بس بتحتاج امور تقنية يعني انت كشخص صاحب بزنس مش عارف تعملها لوحدك. هتختار شخص فاهم هيخش هي مسلا هيعملك في مسلا في اه في نيمشيب او في جو دادي. وهيعمل لك حساب هناك. بعدين حيروح على شركة الاستضافة بتاعتك او حتى على ويكس يبعط لهم طلب يقولوا ما انا عايز نقل الدومين بتاعي الشركة تانية. فالامور هتبقى يعني لها حل. بس يعني ايه بياخد وقت. ولازم حد في امور التقنية دي. احنا من اول بيقول حتى احنا ايه. اه اه ده اغلع حاجة عندي اغلع كاف حياتي في شغلي كله. احنا صاحب الشركة ممكن هو لو يقدر ياخد يعني دورة او كورس او فيديو يفهم ازا وممكن نعملو ان شاء الله ان هو يخش يقدر يعدل في في اعلاجات الدومين على جو دادي او على اه ويربطه بشركة الاستضافة يربطه بالشو بي فاي. يربطوا باي مكان. ويبقى هو الوحيد المتحكم في النقطة دي. دي حاجة مش وحشة. دي حاجة كويسة جدا. ماشي. ويقدر ان هو مثلا ازاي ديف اشخاص ليهم الصلاحية. ان هم يخشوا. يعني انت ممكن تشتري الدومين على جو دادي. ماشي يا مستر ايمن ماشي ماشي يا مهندس ايهاب. تشتري الدومين على جو دادي. وتقدر ان انت تضيف شخص دي صلاحية. ان هو بس يقدر يخش يعدل ويربط الدومين دوت بشركات استضافة. انه هو معرفش الباسورد بتاع اكاونت بتاعك. فما روش المقدرة انه ممكن ياخد الدومين ونقله لحسابه الشخص. يهربه يعمله تهريب. طبعا الكلام ده يعني بحساش اللي قليل. بس احنا برضو بيقال ننسين المنسك من عند وعي منه. يعني اعرف الشر لتجنبه. شكرا من كده. اه 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 وخدها قاعدة اصلا حتى عموما. كل الحسابات السوشيال ميديا كل الحسابات الاعلانية اللي بتبقى موجودة عندك على سوشيال ميديا. انت مش مضطر تدي الباسورد لأي حد. كل حاجة وليها ان انت تقدر تدي صلاحيات للشخص ده. ان هو يخش ويتحكم ويعديلك ويعديلك في الدومين ويعديلك في الاستضافة. كلها موضوع صلاحيات بس يعني تبقى امور اتقالينا صعبة شوية مش كل الناس يعني عندها معرفة بيه. امكان حتى على الموضوع القناتي على السناف شات على عفوا قناتي على اليوتيوب. قمت عملت حلقة في الموضوع عن السناف شات وزي ده دي صلاحيات لناس اللي يتخش تعليلي من غير ما يعرفوا الباسورد بتاع الحساب بتاعي. كذلك الموضوع بالنسبة لفيسبوك للموضوع الاستجرام. لموضوع الدومين. لموضوع الاستضافة. كل الكلام ده كله ممكن يبقى ليه صلاحيات. طيب. فهدرجع تاني للموضوعنا اا 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 الويكس انا مش بعمله ترويج ولا حاجة بس انا بشرح اللي موجود فيه ان الصراحة صراحة يعني اا سهل حاجات كتير. سهل حاجات كتير. خصوصا خصوصا في موضوع السيرفز. موضوع السيرفز. ان انت طريق الويكس بتخش طوله انا انا كان حلاق. انا مش عارف سبا. انا مش عارف مكان بتاع كزا. فبتختال الخدمة. وهو بيديك التصميم جاهز على طول تقنية. انه كل حاجة جاهز ان انت ده قدرت تمشي في في الموقع الاكتروني بتاعك على الخدمة بتاعتك بالزبط والمناسب لها. فده بس يعني اللي يفرق في موضوع اا الويكس عن بقية الحاجات التانية. طبعا انه بيحاولوا بنفسه. بس زي ما انا قولت في الاخر ااا شوبي او التوافق بتاعه مع خدمات تانية خارجية كتير سير دي برتي في التسويق المسلا اللي هو التسويق عن طريق الايميل في الربط ممكن حتى مع صفحات الفسبوك. الربط شوف يعني شوفه مستر ايمان لما عملنا القناة عندك و القناة عندي اااا مستر ايهاب بردو يكون معنا في النقطة دي يكون واعي بيها من طرق التسويق قناة اليوتيوب حتى لو منتجات طبية ممكن تعمل مراجعات للمنتجات بتاعتك وشارح ليها على تعملها قناة يوتيوب فقنوات اليوتيوب فيها خاصية انها ممكن تتربط مع متجر الكتروني دي حاجة جدا موجودة في اليوتيوب دلوقتي في بعض اليوتيوبرز تخش على حسابهم تفتح الفيديو وتلاقي تحت موجود برودكتس او منتجات اليوتيوب حاليا ما بيتربطشي الا مع الشو بي فاي فقط مفعش ربطه مع ويكومرس مفعش ربطه مع ويكس مرفعش ربطه مع اي حاجة تانية هم ماشيين ان انت ممكن تربط المنتجات بتاعتك تظهر على فيديوهاتك في اليوتيوب او تحت الفيديوهات كده في الديسكريبشن فهي موجودة فين مع الشو بي فاي فقط مش موجودة مع حاجة تانية احنا الكلام برضو بيجيب بعضه في النقطة دي المعذرة فاحنا دلوقتي اتكلمنا على يعني اشهر ثلاث حاجات موجودة اللي هي الشو بي فاي والو كومرس والويكس ممكن بعد كده لو حد يعني عايز يعرف اكتر عنه ممكن نبحث عنه باكتر على اليوتيوب عشان يعرف اكتر عن الثلاثة الموجودين دول الفانق بينه في التكلفة اتكلمنا عليه في البرايسنج الويكس على فكرة مافيش حاجة اسمها في يعني تشتريه له من بره مخصصة لا مافيش فيه الكلام ده كله هي ثمات موجودة عندهم هما بس الهوستنج الشو بي فاي والويكس يشيل عندك موضوع الهوكس الهوستنج الو كومرس اضطر تشيل الهوكسنج الهوستنج بتاعك الامكانيات والاتاحة وكام ده كله رقم واحد فيهم هو الو كومرس في الو كومرس اضطر بتاعه هو رقم واحد الو كومرس اه اه قبل ما هنتقل بقى للنقطة اللي بعدها هنروح لموضوع المدفوعات موضوع المدفوعات لو قطعت بس في النقطة قبل ما نسيب النقطة دي ان اه يعني هلا ت بس لان دي النقطة لعيتها بتجيب عن كتير من العمله اوكي متل ما بتيجي بتصوم معا واعتقد انت هتوافقني معاها. السيم والتصميم ده حاجة والكونتنت بتاع الويب سايت حاجة تانية. يعني فيه ناس كتيرة كتير جدا للأسف والناس رجالة عمانة انا تعلمين انت معاهم عن طريق جو بيزنس وصممت لهم الكمباني بروفايل والويب سايت وناس اشتغلنا مع بعض عليهم ناو انت تفتكر الكونتنت شيء والدزاين والسيم ده شيء تاني. يعني انا الكونتنت بتاع جو بيزنس يعني ان الواحد الحمد لله قوي في البيزنس ودارس ام بي اي فلو غير كده لو كان حد عمال الكونتنت كان هيكلفني على اقل الف دولار عشان نعمل الكونتنت اللي هو الكلام اللي بيظهر قدام الناس كبزنس واحد يكون اكسبر لان اي غلطات اي اي كلام ملوش معنى اي كلام اللي انجليزي بتاعه الكلام دازم ميك سينس وده اللي نشوفته في شركات كبيرة او شركات في دول عربية للعسف متخصصة زي في مجال الهندسة او مجال التصميم مجال السينتيفك رسيرش او البحث الطبي والادوات حتى الاجهزة الطبية بيبقى فيه غلط بيبقى فيه غلط في المحتوى سواء غلط في الجرامر او غلط ان الكلام نفسه دازم ميك سينس الكلام ملوش معنى يعني ده من ضمن الحاجات اللي بتفقد الثقة الامير بتفقده الثقة في الشركة دي فالكونتنت حاجة والتصميم والسين ده حاجة تايم فكل المواقع دي بتقدم تصميم بتقدم سين بس لازم الكونتنت يكون مكتوب عن طريق حاجة اسمها كونتنت رايتر او الشركة الشركة البيزنس البيزنس كونسولتنسي او البيزنس سيرفزي اللي هتتعامل معاها تكون بتقدم الخدمة دي لان ده هيكون ده فلوس فوق الحتة التصميم والسين اللي هتتفحها للموقع ايه ايه طيب تمام شكرا لك يعني النقطة احنا لو حنربطها برضو اكتر بالآة طعم مش موضوع لما حبيتش دي في النقطة دي النهاردة الموضوع التقنية شوية هي حاجة اسمها الاس اي او ده يعني مرتبط بموضوع التحسين لمحركات البحث شوية لو رابطنا الموضوع ده بالتجارة الايكترونية فحتلاقي ان لما تيجي تضيف منتج التكنيكل برضو مش اي حد ممكن يضيف منتج يعني كان في واحد معنا في الجروب يعني بدون تذكر اسماء من الناس المحترمة برضو معنا في الجروب بتاع المصريين البزنس وبعاش للموقع الالكتروني بتاعه وبعاش للحساب بتاعه على الامازون اللي بيبيع عليه منتجات فطريقة صياغة اسم المنتج والديسكريبشن بتاع المنتج طريقة مش 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 هدي صح يعني دي خطوة من خطوات ان انا حبدأ اظهر الناس ازاي او الناس هتوصالي ازاي؟ فلازم اسم المنتج بيتكتب بطريقة صح موافقة لمحركات البحث لازم يكون مسلا اسم البراندة بكتوب فيه مسلا مسلا لو مسلا هنفترض ان هو سامسونج اس 23 مسلا يعني فلازم بكتب التايتل او اسم المنتج بتاعي بطريقة فيها كلمات اللي الناس هتبحث عنها على جوجل على سبيل المثال الديسكريبشن لازم هلاقيه طريقة معينة بكتب فيه المواصفات بكتب فيه كلمات مفتاحية فالمقصود في الاخر ان الكونتنت اللي هو الكلمات والكلام ومحتوى الموقع فعلا ده موضوع تاني مختلف وبيحتاج ان انت ممكن تستعين باسخاص وتستعين بشركات وخصصة تعمل لك الكونتنت بتاعك لو هنتكلم مسلا في موقع تعريفي بشركة زي موقع جوجزنس مفهوش منتجات او منتجات زي موقع يعرف بخدمات الشركة والكلام ده كله هتلاقي كذلك زي ما انت قلت الكونتنت اللي بتكتب الكلام اللي مكتوب والعنوين والمصوص والكلام ده لازم حاجات مدروسة ومفهومة كويس بحيث انها بتوصل المعلومة اللي الناس بتبحث عنها الانترنت اه الناس عايزين يعرفوا واحد اتنين تراتة اربعة في علاقة واحد اتنين تراتة اربعة دي موجودة لازم الكلام يكون فعلا مدروس وفيه اشخاص بياخدوا فلوس مخصوصة يعني مجرب بس انه يكتب لك الموقع بتاعك اكتب فيه كزا لما طريقة التصميم بقى والصور والتنصيق والالوان والخطوط ده بقى اللي هي بقى في الثيم اللي احنا كنا ايه بنتكلم عليها دلوقتي دي برضو مدروسة مش اي كلام انك انا هنعد عليها مرور سريع ان شاء الله في المحاضرة بتاعتها طيب دلوقتي احنا عرفنا المنصات احنا ممكن نشتغل معاها يعني نتكلمنا كتير بس برضو الكلام الكتير ده قليل الشو بي فاي او الو كوميرس او الويكس ماشي المنصات دي لازم بعد كده عشان قد تقدر تستقبل عليها فلوس مدفوعات لازم زي ما قلت لك بقى اللي هو السرد بارتي اللي هو الشركات التانية اللي بتبقى متاحة انها تتربط مع المنصات ديت ماشي ان انت ممكن تروح على منصة مجهولة كده ليس طالعة جديد يقول لك انا مثلا بتعامل مع الشركة دي وما بتعاملش مع الشركة دي فالشو بي فاي والو كوميرس الميزة فيهم ان هم بتعاملوا مع تقريبا كل الشركات وكل المنصات الموجودة اللي منها المنصات المخصصة لمعالجة المدفوعات انا عشان شخص يخش يدفع لي فلوس في الموقع بالفيزا التحت او الفيزا كارد لازم في شركة وسيطة في النص اللي بيسميها البيمنت جيت ويي البيمنت جيت ويي لازم تعرف المصطلح ده وتحفظه كويس كشخص بيفكر اشتغل في الاي كوميرس او في التجارة الالكترونية ودي زي ما قلت برضه بتفرق دي بالذات بالذات بتفرق من بلد للتانية يعني هنلاقي المتاح في اليوكي هنا مختلف تماما عن المتاح في مصر هتلاقي الناس في مصر ممكن نشتغل على الشو بي فاي مفيش مشكلة وممكن نشتغل على الو كوميرس الو كوميرس ده عالمي يعني الشو بي فاي عالمي برضه بيش فيها اي مشكلة الناس مثلا في السعودية ممكن نشتغل على الشو بي فاي كمنصة فيش اي مشكلة يشتغل على الو كوميرس بيش اي مشكلة انما عشان يستقبل مدفوعات لازم بقى لازم تكون شركة موجودة في البلد اللي هو موجود فيها او في البنك اكاونت حساب البنكي اللي هو عيشتغل عليه بالذات في نفس البلد بتاعته دي يعني انا مش رحصة مقيم في السعودية حساب البنكي في السعودية السجل التجاري بتاعي في السعودية فلازم حشوف بيمن تجيت وي بتتعامل مع السعودية لو انا موجود في مصر نفس الحكاية لازم شوف بيمن تجيت وي الشركة بتاعت مدفوعات بتتعامل مع البنوك اللي موجودة في مصر لو انا موجود في اليو كي لازم اشوف بيمن تجيت وي موجودة وبتتعامل مع البنوك والحسابات البنكية اللي موجودة في اليو كي تمام فانا برضو النهاردة هنتكلم بالذات على الخيارات الاشهر والاسهل والارخص والاقمن اللي موجودة هنا في اليو كي فلو رحنا بعد كده بقى على موضوع البيمنت واللي موجود هنا متاح في المملكة المتحدة او في اليوكي ونقدر اننا اربطه والناس تخش تدفع فلوس على سواء الشو بيفاي او على الوكومرس عندي حفتين مشهورين عندي موقع اسمه موقع سترايب موقع البيبال يمكن البيبال ناس كتير تعرف عنه ناس كتير تسمع عنه تمام فممكن الشخص اللي انا هيخش على الموقع الالكتروني بتاعي عشان يدفعلي فلوس بالفيزا كارد او الكريدت كارد او الماستر كارد بغرض النظر ايه هو التسميع عشان يدفعلي بالكارد بتاعه لازم هحتاج بواب الدفع الالكتروني زي شركة سترايب في شركات تانية اه بس انها مش ذاكرة هنا لازباب معينة يعني احنا بدأت نتكلم عن شركة استرايب فيه شركة اسمها دي شركة بتشتغل مع العالم كله بس النسبة اللي اتخدها احنا نتكلم عليها دلوقتي انهما بياخدوا نسبة على المدفوعات بتاعتك بياخدوا نسبة كبيرة والتعامل معهم اصعب وفي نفس الوقت هما مش مخصصين لاوروبا هما بتعاملوا مع العالم كله ودي مش ميزة برضو يعني انت لما تتعامل مع شركة مخصصة للبلد اللي انت موجود فيها احسن بكتير لما تتعامل مع شركة مخصصة للعالم كله ماشي ففيه شركات تانية غير شركة سترايب بس شركة سترايب دي مخصصة في المنطقة الاوروبية والنسبة اللي هي بتاخدها عن مدفوعات تقريبا تعتبر اقل نسبة فيه شركات تانية في اوروبا اه في شركات تانية في اوروبا بس انا برضو مش هذكرها دلوقتي عشان الوقت ما يطولش معانا فانا جتلك الخلاصة عن الشركة اللي تعتبر افضل شركة موجودة دلوقتي موجودة حاليا في اوروبا واغلب المتاجر كلها تشتغل عليها هي شركة سترايب طيب لو رحنا زلنا الموقع الالكتروني بتاعهم عشان نعرف دي بقى برضو من ضمن التكاليف على الموقع الالكتروني عندي ومن ضمن التكاليف اللي انا لازم هحسبها لما باجي حط سعر المنتج او الخدمة بتاعتي ماشي ان انا مثلا المنتج بتاعي بعشرة باوند فبقى عارف ان فيه بعض الحاجات اللي هتتخصم منه من ضمن الحاجات اللي هتتخصم النسبة اللي هتاخدها الشركة اللي هتتولى موضوع نقل المدفوعات بتاخد الفلوس من العميل وبعد ما تاخد الفلوس من العميل طبعا بتحط لك حاجة يعني آآ نقل امن بتشفر المعلومات وتشفر بينات الكريدت كارد وبتعمل ان هي تتولى انها تاخد الحساب الفلوس من البنك بتاعه وبتبدأ انها تاخدها وانت بعد كده تسحب الفلوس دي تحطها فيين تحطها في حسابك البنكي فهم عشان بيقدم لك الخدمة ديت دي حاجة اجبارية يعني كده كده انت مجبر عليها بياخد منك نسبة آآ على الرسوم زي ما انتشوف فيه مسلا في الصفحة الرئيسية بتاعتهم واعمل لك مسلا شكل آآآ صفحة الدفع على مسلا حد اللي بيدفع الفلوس بيروح على الصفحة دي كده بيسجل الويزا بتاعته والكلام ده كله تمام آآ بيقول لك فيه شركات مشهورة جدا بالتعامل معهم زي شركة ديليفيرو شركة بوكينج دوت كوم شركة مونزو شركة اتش ان ام الى اخره من الشركات اللي بتتعامل معاهم هنا مثلا برضو شركة زيرو دي آآ اللي هي الشركة المخصصة تقريبا اظن في موضوع الدرائب يعني هنا برضو ميزة شركة سترايب ان هي بتربط مع بعض الشركات او الخدمات اللي بتقدم خدمة الدرائب اونلاين لحسب لك الدرائب والمحسوب المفترض تدفعه بالHRM ففيه شركات بتعمل مع شركة سترايب ماشي عشان تقدر تحسب لك موضوع الدرائب ففيشوف الفلوس اللي بتدخل في الحساب عندك الفلوس اللي بتخرج والمصاريف والكامل ده كله فبيقدر ان هو يربطك معهم ويحسب لك موضوع الدرائب طيب لو راحنا على البرايسنج نشوف هما بياخدوا كام؟ مش هطريكو بس اصاد عينكو فبيقول لك احنا بناخد على كل عملية بيع ماشي واحد ونص في المية زائد عشرين بني يعني فرضا انت حضرتك مثلا باعت حاجة ميت باوند فهم بياخد واحد ونص في المية اللي هي بقى باوند ونص زائد عشرين بني وهكذا النسبة دي تبضل ايه؟ يعني النسبة ستة على كل عملية بيع ده بالنسبة للمدفوعات داخل اليوكي فقط بالنسبة للمدفوعات لو انت مثلا عامل مدجر الكتروني وتستقبل مدفوعات من خارج اليوكي من اوروبا او من الدول العربية او من اي مكان في العالم ممكن يدفع لك عادي جدا فهنا النسبة بتزيب بتوصل لاتنين ونص في المية زائد عشرين بني ماشي؟ شركة سترايب مش هبدأ خوش واتعمق فيها قوي زي ما قلت لك يعني دي اشهر شركة ودي النسبة اللي هما بياخدوها على كل عملية بيع بس لما بتسجل عندهم من ضمن المميزات انت بتخش عندك لوحة تحكم طبعا بتشجل مدفوعات بتحتك كلها ممكن عن طريق لوحة التحكم مخصصة لك كمستخدم في موقع سترايب ممكن انك تنشئ ثواتير وتبعاتها للعملة سواء حتى يعني انت من موقع اليكتروني بتاعك او من خارج الموقع اليكتروني يعني مستر ايمان انا لما عملت له الحساب على موقع سترايب فعنده الامكانية ان هو مثلا لو عنده مثلا عميل بيتعامل معاه واتفق معاه مثلا على شغل او كذا او كذا واتفقه على مبلغ فيقدر انه هو عن طريق لوحة التحكم في سترايب يخش يعمل انشاء فاتورة ويبعتها له والعميل يدفع عادي جدا عن طريق الفيزا كارد بتاحته وتوصل الفروس على حسابه في سترايب وممكن انت من حساب برضو عن طريق لوحة التحكم بتضيف حاجة اسمها البرودكس لو عندك منتجات سواء خدمات او منتجات حقيقية بتقدر برضو تضيفها وبتحدد لها سعر وبتبعت رابط دفع لاي شخص عن طريق الايميل او تبعته له في رابط تبعته على الواتساب فبديك امكانيات كتيرة جدا سواء انت حتى عندك موقع اليكتروني ومدر اليكتروني او ما عندكش عادي جدا بتسجل عليه وممكن تبعت فواتير للناس يدفعوا لك على موقع وبتبقى برضو حاجة آآ موصوق فيها طبعا في الامان ما فيش فيها مشكلة آآ الحاجة التانية ان برضو دي سؤال ان يجي شخص يقول لك انا عاوز ادفع لك فلوس قدامك حاجة من الاتنين يحول لك على حسابك البنكي او ان انت الحاجة البروفيشنل الاكتر ان انت اتبعته رابط يقدر يدفع عليه بسهولة ويدفع عليه بسرعة مدام ما يخش ويديفك ويديف اسمك ويديف رقم الحساب البنكي بتاعك ومش عادي فيه الخطوات دي كلها لا بيخش يدفع بالفيزا بتاعته بباشرة على موقع استرايب آآ على طول الخيار التاني اللي انت ممكن تدفه في الموقع وممكن تدف برضو الاتنين سوا اللي يبقى موقع الالكتروني بتاعك متاح عليه الدفع بالفيزا كارت عن طريق موقع استرايب تمام او طبعا الشخص الشخص اللي بيخش يشتري ما بيشوفش استرايب ديقصات منه وبيشوف بس الايه الصور اللي احنا جبناها في الاول انه بيخش يسجل بيانات بتاعته ماشي او ممكن الشخص يخش يدفع عن طريق الاكاونت بتاعه على البيبال ودي الحاجة التانية او الخيار التاني اللي انا برشحه برضو ان انت ممكن تشتغل عليه هو موقع البيبال طب البيبال يعني التكلفة بتاعته ايه انا مش فاكر بتاع منين الصراحة استعالوا نشوف كده ا 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 خش لو دخل الموقع اللي بتروني بتاعك ودفع عن طريق اه البيبال حيتخصم منك النسبة ديت هتروح للبيبال وبقية المبلغ هتقدر بعد كده ان انت باي يعني يتحوله على اه حسابك البنكي. موضوع اللي بوابط الدفع اه دي من الحاجات اه اللي لازم تتحط في الحزبان وتتحط في التكلفة وتتعمل حسابها في في تكلفة الخدمة او المنتج اللي انت بديه وحيتخصم منه كام اه بالزبط طيب بعد موضوع او الشركة اللي انتهت هتتولى موضوع الدفع عندينا حاجة تانية موضوع الشبينج او ماشي? اه فطبعا بردو انا لما بعمل متجر الالكتروني لازم بيبقى حاطط بردو في حساب السعر بتاع المنتج بتاعي حاطط في الخطة بتاعتي ازاي انا هقدر اشحل المنتجات بتاعتي دي للناس. ما هتكلفني كان يعني مسلا لما بشحن منتج صغير هيبقى تكلفة الشحن بتاعه غير المنتج الكبير. فلازم حضرتك تتواصل مع شركات الشحن وتشوف ايه هي الاسعار اللي هيقدموها لك عشان تقدر تشحن المنتج بتاعك ولا المنتج بتاعي الموصفات الابعاد بتاعته التول والعرب والانتفاع كزا والوزن بتاعه كزا واشوف هيكلفني كام وابدأ ان انا يبقى عندي قيمة اسعار بالكلام ده كله. عشان على اساسها اقدر ان انا احدد سعر المنتج بتاعي. فطبعا ان اشهر شركتين موجودين هنا او في شركات تانية كتير مشهورة جدا غيرهم. بس الصراحة اللي كلنا شفناها وتعاملنا معاهم وتعاملنا بتاعهم بخواس جدا شركة الريال ميل. والريال ميل لو رحنا على الموقع الاكتروني بتاعهم هم عندهم يعني شوية باكيجات اا وشوية حاجات خاصة اا بالبيزنس. يعني الصفحة دي بقولك انت لو عندك اكتر من عشرين برسل في الاسبوع. بتشحن اكتر من عشرين شو احنا في الاسبوع البرسل. فيعني ممكن تاخد اسعار مخصصة ليك انت. تمام بس انا مش محطين اسعار معينة. هبقولك سجل بس الفول نيم بتاعك والاميل والنبر الاخيره. وبعرف لنا واحنا ايه? يعني هتواصلوا معاك وتختار طريقة التواصل معهم. عشان تاخد اسعار اقل شوية لو انت بيزنس غير لو انت اا افراد يعني بيبعثوا كده شغل على الدايق. شركة دي بي دي برض شركة مشهورة جدا. اا من شركات الشحن. طبعا فيه دي اتش الو فيه شركات تانية كتير. انت حضرتك هتشوف الشركة اللي هي تقدر تشحن لك في المنطقة اللي انت بتغطيها. يعني افترض ان انا شغال لوكالي بس. انا عاد اشترك جوة مدينتي بس. هشوف حاجة اللي هي سريعة وبتوصل جوة المجينة بتاعتي. او لو انا شغال على المستوى اليوكي كلها اا في انجلند وفي نورسين ايرلند وفي البشحل لكل مكان داخل اليوكي. فانا برضو هشوف الشركة اللي هتقدر توصلي الشحن التاعي اامن. هشوف اسعارها لكل المناطق ديت. او لو انا بيعود اشحن لدول تانية. برضو نفس الحكاية لازم هشوف الخيارات والشركات اللي هتقدر تتعامل معايا. وتقدر تشحلي اا الى الدول اخرى. بعد موضوع الشحن هنشوف بعد كده بقى بلادفورمس تانية اقدر ابيع عليها غير الموقع الالكتروني بتاعي. ودي هتبقى من ضمن الخطة المتكاملة اللي انا لازم هبقى عندي تصور كامل لها. عن طريقة تسويق المنتج بتاعي او الخدمة بتاعتي. ان انا مش هبقى محدود بالموقع الالكتروني بتاعي بس. لأ انا عندي منصات تانية ممكن ان انا اقدر ابيع عليها وتساعدني ان انا انتشر بسرعة وبيع اا 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 المنتج بتاعي. قبل ما ننتقل ليها ان شاء الله زي امازون و اي بي والكان ده كله. هناخد بس راحة كده خمس دقايق. اا ونرجع تاني ان شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة خلنا نكمل احنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان انا قدران نص ساعة ان شاء الله ونخلص. اا. فنحاول ان انا نخلص الجزء اللي فاضل دوت. اا. انا برضو في معلومات مهمة جدا. طيب. اا. زي ما قلت لك انت من دوم دي برضو للتصور احنا بنحط التصور كامل. ان انا حبيع منتجاتي فين. فطبعا مش هتبقى انت حضرتك مقيد بالموقع الالكتروني بتاعك بس. وخصوصا عيبقى لسه الموقع الجديد في الاول. ومحتاج فترة ان هو يتسوق. واحتاج فترة ان هو يتعرف. ويبدأ عليه عليه ناس. فانا بوسع الانتشار بتاعي. وببدأ ان انا ببيع في اكتر من مكان. فمن ضمن المواقع اللي انا ممكن ببيع عليها عندي موقع اللي هو موقع امزون. طبعا موقع معروف جدا. ماشي? موقع اي باي موقع اي تسي موقع ممكن في كده الفيسبوك. اه ماركت بليس. عندي التيك توك شوب. عندي حاجة اسمها جوجل. اه ميرشانت سنتر. حاجة حاجة من دورك هنعدي عليهم بسرعة. لو قلنا مثل امازون. عشان اقدر ان انا ابيع علي امازون. اخدوا بالكم ان امازون يعني الصفحة الاساسية بتاعتهم خبيثة شوية. يعني مفوت امازون عندهم في باقة اه في الاول ما بتدفعش عليها رسوم شهرية. وفي باقة اللي هي بخمسة وعشرين جنيه في الشهر. ودي من ضمن المصاريف اللي هتبدأ تنضاف عليها الشهري. هل انا اه هبيع على الامازون في الباقة البروفيشنال? ولا هبيع في الباقة بتاعت الانديفيدوال? ماشي? اه فالروحنا على الرابط دوت هم دفنين وكده بطريقة معينة. انت لو رحت على البرايسنج لما تختار اللي انت عاوزت يبيع على الامازون تروح على صفحة البرايسنج هتزهر لك الصفحة دي. انما انت لو قلت عاوز اسجل في حساب كسيلر على امازون هتلاقي الصفحة دي مش موجودة اصلا وعاوز يدخلك على اللياب خمسة وعشرين جنيه في الشهر مباشرة على طول. فاخدوا بالكوا لا فيه في امازون باقة الانديفيدوال مفيش عليها رسوم شهرية. بيقول لك بس انا باخد منك خمسة وسبعين بني. واضافة اديشنال سيلنج فيس. هنشوف برضوها دافيسها تحت. مش اهل عليها دلوقتي. من الخمسة وسبعين بني دي دي سابتة على كل عملية بيع. انما لو نزل دحت خالص مش هارف الصفحة دي ولكن في صفحة تانية شايفين. هيلاقي ان هو بياخد بعد كده نسب على آآ كل منتج بيفرق عن التاني. هقول لك مثلا هو بياخد تمانية وستاشر آآ في المية في المية آآ في المية على الحاجات بسعراء اقل آآ من عشرة باوند. الحاجات بسعراء اقل من آآ اكتر عفوا من عشرة باوند بياخد خمستاشر في المية نسبة بالاضافة بالاضافة للآآ الخمسة وسبعين بين بيت. ماشي? طبعا الاشتراك المجاني بيقول لك ما تدعش يعني يكون عدد المنتجات بتاعتك اقل من خمسة وتلاتين. قول لك ان ممكن تخشي في الباقة ديت. لو انت لسه بتقرر انت عاوز تبيع ايه بالزبط يعني ان اخي بتجرب من الاخر. ومعندكش خطة ان انت تدع تعمل اعلانات على امازون. انت زي ما في امازون ما تخش تبحس على اي منتج بتظهر لك في بعض الاحيان. بس انا مش عاوز تطول عليكم. بتظهر لك منتجات في الاول بقى ما تفوع عليها فلوس انها تظهر. تبقى اعلانات. ففي الباقة ديت ما تدعش تعمل اعلانات. بيقول لك في بعض الادوات المتقدمة مش هتبقى متاحة لك. انما حضرتك لو داخل جديا وعندك منتجات وعدد كبير من المنتجات او عدد حتى اقل من 35 بس بكميات كبيرة. وداخل ونوي تعمل اعلانات وتسوق لنفسك على امازون بطريقة صح. ماشي? فلا هنا بقول لك هتدفع عليها 25 جنيه استرليني في الشهر. ده على سبيل المثال بسرعة بالنسبة لامازون. بالنسبة لأي باي لو روحنا على الموقع بتاحهم. هتلاقي المصاريف بتاحته او الفيز بتفرق شوية عن اا الامازون. الاي باي بيقول لك انت حضرتك ليك الف مبلاش. تحطهم على الموقع عندي. ماشي? بس بياخد منك نسبة سبتة بغض النظر عن عن ده ده على اغلب المنتجات بياخد منك نسبة اتناشر وتمانية من عشرة في المية بالاضافة لتلاتين اا بني. ماشي? اا في بعض التفاصيل اا موجودة تانية انا هحطو لكم بس الرابط ده عشان تبدأ يعني تشوفوها اكتر اا هحطو لكم في الشات انا مش شايف من الكاميرا بتاعتين. جزء التقشيات هنا اهو. احطو لكم الرابط اا بتاع الاي باي والاسعار بتاعتهم. بتدخش وتتفحص في الاسعار اللي هما حطنا في الموقع عندهم. فدي برضو هتبقى من ضمن الحاجات اللي انت بتعمل حسابها في تسعير المنتج بتاعك لما ديك تختار منتج بتشوف لو حطيته على امازون بياخدوا منك نسبة كامة? تبدأ تتعامل مع سعر المنتج بتاعك على حسب النسبة اللي هما بياخدوها. في موقع اسم موقع اتسي والموقع ده مخصص ليه يعني لباع اللوحات والاكسسوارات مش كل حاجة زي امازون يعني هو مخصص في الجزء ده بالزيت. الحاجات الديكوريشن اكتر. اا والحاجات اللي فيها فن شوية. ماشي? اا والاسعار بتاعته تختلف برضو عن امازون تختلف عن اي باي. انشان ما انت شايفين كده حاجات اللي هي الكرافتينج والاشغال اليدوية. لو انت بتقدم منتجات في النشاط دوت فحتبقى موقع اتسي من المواقع الجميلة جدا. ومش مكلفة. بياخد نسبة تقريبا حوالي عشرة في المية. اا على المبيعات تبقى نسبة ثابتة. وكل منتج بتضيفه بياخد منك تقريبا حوالي سبعتاشر بني. وهبيخدش اشتراك شهر. انت بتضيف المنتج بتفعليه سبعتاشر بني. وبعد كده لما بيبيع المنتج بياخد منك النسبة اللي هي نسبة اا عشرة في المية. طيب. اا في موقع اسم موقع اشبوك. ده برضو موقع ممكن تخش بيه علي المنتجات بتاعتك. وده موقع اصلا الماني. يعني بس تقريبا تلاتين في او روقة. خمسة عشرين في المية من الزيارات بتاعته. اا من المملكة المتحدة. اا في اليوكي هنا. يعني بالمواقع مرضو ايه ممكن نشد الانتباه لها شوية. المواقع السهلة وملميزة بقى في الموقع دوت ان هو بياخدش نسبة منك نهائي. على المبيعات بتاعتك. ان هو اصلا مفتوح لحالات المستعملة وغير المستعملة وكل الكلام ده كله. مفتوح للافراد اكتر. فالميزة ده بياخدش منك نسبة او الحاجة هو بيحاسب الشخص المشتري. الشخص المشتري هو اللي هيدفع لنسبة الموقع والنسبة الموقع ويدفع ويدفع كل حاجة. انت عليك بس تحط المنتج بتاعك وحط السعر. وهل انت تقدر تشحينه ولا تقدرش تشحينه ولا المشتري هو اللي هيدفع الشحص. وخلاص على كده ومش هياخد منك اي نسبة ولا هياخد منك اي شيء. طيب اه حاجة تانية الفيسبوك ماركت بلايس. الناس كتير تعرف ان فيسبوك ماركت بلايس وتسمع عنه كده وتعامل له معاه. فده برضه ممكن تحط هذه المنتجات بداحتك ولا هياخد منك نسبة ولا هياخد منك اي شيء. بس طبعا الفيسبوك يعني مثلا المنتجات الطبية غير مسموحة فيه فمش مش كل المنتجات مسموح ببيعها. اه حاجة تانية جديدة جدا وموجودة ومحدش عارف عنها كتير حاجة اسمها تيك توك شوب. يعني احنا مسلا لما نستخدم تيك توك كده لما فتحته سعب تظهر لك حاجة اسمها يعني ناس بيتبيع منتجات على جوة تيك توك وبيصوروا عاملين لايف. فدي مش متاح على فكرة الا في اليوكي فقط. يعني في اوروبا كلها التيك توك شوب او متجر التيك توك مش موجود غير في اليوكي. مستغرب ليه بس يعني لغاية دلوقتي الوضع كده. بيبقى على فكرة عندك زي الشوب فاي عندك منصة وتخش وتضيف منتجات والمدفوعات وكل حاجة جوة تيك توك نفسه. بتسجل حساب سيلر وتفتح متجر على تيك توك وبتخش وبتبيع منتجاتك كلها على جوة تيك توك نفسه. يعني الشخص اللي بيشتري بيخش اشتري جوة تيك توك نفسه وبيخرجش برة منه. وبيخرجش على رابط خارجي ولا اي شيء. ومش متاحة غير في المملكة المتحدة فقط. اخر حاجة دي حاجة مهمة جنتم حاجة اسماها جوجل ميرشاند سنتر. لو كتبنا الكلمة دي في البحث حضرتك لو عندك متجر الكتروني سواء على شوب فاي او سواء على وو كومرس. بتخش وتسجل على جوجل حاجة اسماها جوجل ميرشاند سنتر. وبتربط المتجر بتاعك الكتروني بالحساب بتاعك على حساب جوجل ميرشاند سنتر. فبيبدأ المنتج بتاعك يزهر في بحث جوجل. ازاي? لو جينا مسلا هنا في جوجل وكتبنا مسلا ها سبيل المسال سامسونج اا اس توينتي تو مسلا على سبيل المسال. هتلاقي من ضمن النتاج هنا حاجة اسمها الشوبنج. اللي الضغطنا عليها. هتلاقي ظهر لك هنا شوية منتجات موجودة على اا هنا مسلا في موقع اسم باك ماركت موقع دي انا المقصود جاب لك منتجات موجودة على متاجر الكترونية. فانت عشان تظهر في ضمن النتاج ده سواء كاعلان او سواء من غير اعلان خالص كاعلان نتاج طبيعية جدا لازم تكون رابط مع الجوجل ميرشاند سنتر من ضمن الحاجات المهمة جدا. بس يبقى لهم شروط لانت تكون موضح سياسة الاستبدال بداحتك والشروط والاحكام وعندك دفع الكتروني. يعني موقعك من الاخر قل موقع موثوق فيه عشان جوجل يقدر ان ها ينشر البروداكت بتاعتك على المنصة بتاعته. طيب. دا بعي كم ننتقل الجزء بقى ايه اللي هو جزء تخطيط او تسويق الموقع الالكتروني بتاعي ودي حاجة مهمة جدا برضو قبل لما ابدأ الموقع الالكتروني بتاعي او التسويق الرقمي او المتجر الالكتروني ونفزه فعاليا لازم انا يبقى عندي تصور وعندي خطة واستراتيجي ماشي عليها ومحدد لها ميزانية في التسويق لان في ناس للأسف بتبدأ المتجر الالكتروني وهو اصلا مش حاطط في خطته ولا حاطط ميزانية يصرف عليها للتسويق فاكر ان هو لما هيعمل المتجر الالكتروني هتبدأ الناس تخش تشتري منه مباشرة وده عمره بيحصل انت حضرتك عملت الموقع او لوب سايت او عملت على الوكومرس محدش في الكرة الارض يعرف عنك حاجة ولا حد هيوصل لك ولا حد يعرف عن المنتج بتاعي لازم انت في الاول تبدأ ان انت تقدر توصل للناس وتبدأ ان انت تصرف فلوس عشان اخواته تقدر توصل للناس بل بالعكس انت ممكن ما تكسبش حاجة في اول كام شهر وممكن تكسب بس لازم تحط في حسابك ان انت ازاي هتقدر توصل للجمهور بتاعك يبقى عندك خطة واضحة وميزانية محددة على حسب الخطة ديت ازاي هتقدر تسوي المتجر بتاعك او الويب سايت بتاعك على اه الدنيا وعلى ان الناس اه تشوفه اول حاجة في الخطة بتاحت هنتكلم عليها ان انت لان تبقى عارف ايه هو جمهورك المستهدف ايه طبعا من تفاصيل الاستراتجية بتاحتك او الخطة بتاعت التسويق ان انا اولا لازم ابقى فاهم الجمهور بتاعي الجمهور بتاعي في اليوكي هنا انا مستهدف مين غير الجمهور بتاعي مثلا لو في السعودية او في مصر تمام? الاعمار اللي انا مستهدفها هنا في الخدمة اللي انا بقدمها غير الاعمار اللي كنتك مستهدفة في الخدمة تانية اخرى. فلازم يبقى عندي حاجة اسمها البيار برسونا. هنفترض مسلا سبيل المسال ان انا هعمل متجر الالكتروني هنا بيستهدف بيع المنتجات الخاصة بالمحجرات في اليوكي فانا ساعتها هبقى مستهدف ناس غير الناس الانجليز ناس لها ثقافة معينة ناس لها اعمار معينة. فلازم احدد في الخطة بتاعتي البيار برسونا او شخصية الشخص اللي انا او الجمهور المستهدف بتاعي احدد المعتقدات بتاعتهم احدد الخصائص العمرية احدد مستوى الدخل بتاعهم. هل انا المنتج بتاعي بيستهدف ناس على مستوى عالي من الدخل المادي او على مستوى متوسط او مستهدف كل الناس. فلازم الكلام ده كله بحدده اه في الخطة بتاحتي. فلازم بحدد زي ما قلت حاجة اسمها البيار برسونا. الجمهور المستهدف بتاعي. واحدد الاعمار بتاعتهم والجنس اللي انا مستهدفهم. ممكن المنتجات بتاعتي مسلا المتجر بتاعي بيستهدف النساء فقط. ممكن حاجات مسلا بتستهدف منتجات الرجال فقط. فلازم انا احدد في الخطة بتاحتي اه الكلام ده كله. طيب. اه حاجة تانية. اه حاجة مهمة جدا بيقول لك ايه determine the pain points. اه لو انا هم في عندهم مشكلة معينة. هم بيعانوا منها في حياتهم. محتاجين منتج يحل لهم المشكلة ديت. ايه هي الحاجات اللي انا اقدر اثر عليهم بيها. وايه هي ال pain points الحاجات اللي بتسبب لهم مشكلة وانا هحل المشكلة ديت. هنفترض مسلا على سبيل المثال منتج اخسيس. ماشي? فمن ضمن ال pain points او المناطق اللي هي بتسبب قرق لجمهور المستهدف بتاعي. ان هو مسلا ما عندوش وقت ان هو يخرج ويروح للجيم. عشان خاطر ان هو يبدأ يخسس نفسه ويقلل وزنه. ومحتاج وقت كبير وجهد كبير. دي ممكن مشكلة بنسباله. فهو محتاج منتج يخلصه من المشكلة ديت. فدي حاجة من ضمن الايه? بتاعته جمهور المستهدف بتاعي. ممكن نقول مسلا مسال للمحجبات انها بيبيع مسلا منتج بخص بالمحجبات. فمن ضمن ال pain points بتاعتهم ان هم مسلا عاوزين اه طرح تتلبس بسهولة. مش عايزين حاجة فيها صعوبة. فلا انا بجيب لهم منتج جديد يتلبس بسهولة جدا في مسلا كابسولات من هنا فيه طريقة معينة. ان انت تلبسيه باسرع وقت وشكله شيك وشكله ظريف. فانا بحللك المشكلة ديت. او مشكلة ان انا مش لقي متاجر بتبيع وانتشرة في اليوكي. فانا محتاجة حاجة اشتري منها. فانا بقدم لك الخدمة دي اونلاين. مختلف. مأسات مختلفة وقمشات مختلفة. الوان مختلفة. وستايلز مختلفة. بحللك المشكلة بتاعتك ديت. فلازم افهم الجمهور بتاعي. اه كويس جدا. بعد كده في الخطة التحتي او في الاستراتيج اللي انا حامشة عليها. لازم بقى هحدد الميزانية التحتي حسب حاجة اسمها الماركتينج فانيل. الجمهور بتاعي او المستهدف اللي انا حددت الشخصية بتاعته دي. عشان يبدأ يخش ويشتري من موقع بتاعي لازم بيمر بمراحل معينة. المرحلة الاولى اللي احنا هنتكلم عليها في القمع ديت. وموجودة في اول القمع من فوق. لها مرحلة الاورنس. ان هو اصلا محتاج يعرف عن الموقع بتاعي. محتاج يعرف ان انا موجود. محتاج يعرف ان انا بحلله المشكلة بتاعته اللي هو بيواجهها ديت. بقدم له منتج يحلله المشكلة بتاعته ديت. فببدأ ان انا في خطة التسويق الرقمي بقول اه انا بقتبقى في المرحلة الاولى ازاي ان انا حقدر اوصل للجمهور بتاعي المستهدف ديت. هل ان انا هعمل حملات مثلا على الفيسبوك واعمل حملات مدفوعة ووفع فيها فلوس. هل ان انا مش عارف اعمل اه حملات على موقع امازون عشان اقدر اوصل للجمهور بتاعي. ها 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 ها. ده مع الشخص بقى او الشركة اللي بتخطط لي. هيبدأ يحدد لي في المرحلة الاولى ديت اللي انا عاوز اوصل للناس ازاي انا هقدر اوصل لهم. وهحتاج مبلغ كام عشان اقدر اوصل للناس ديت. ماشي? وازاي ان انا احط او احط اتحادات اه معايير احدد على اساسها ان انا نجحت في المرحلة الاولى ديت. وليه احنا حطنا في قول القمع ان دايما انت في المرحلة ديت هنقول مثلا عملت حملة اعلانية وبدأ يجيلك الف زائر للموقع بتاعك. فمش كل الناس ديت هتبدأ ان هي تخش وتشتري منك. لا. هتلاقي بعد كده هتخش للمرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة. الناس فيه ناس داخلت الموقع بس بدأوا يقلموا ويشوفوا المنتجات ويشوفوا الخدمات بتاعتك بس لسه ما اخدوش قرار الشراء. تمام? فحاجة من الاتنين. اما وراح للمرحلة اللي بعدها واشترى من الموقع بتاعك او ما اشتراش من الموقع ودخل بس تفرج وخط بعض ومشي. فلازم هحط في الخطة بتاعتي الناس اللي دخلوا الموقع وما اشتروش. ازاي نقدر اوصل للناس ديته? وعمل لها مثلا حملات تستهدفهم هما مرة تانية. ودي اسمها حملات الريماركتنج. والحملات دي انا هحط لها مبلغ او بادجت معين كل شهر. تمام? فدي من الخطة بتاعتي ان انا هقدر الاول اوصل للناس واجبهم انهم يخشوا الموقع عندي. الخطوة التانية ان هما خلاص يهتموا. ازاي انا هحطوا لهم دافع انه هو لو ما اشتراش. انه هو هيبدأ يشتري. ممكن يخش ويسجل في الموقع. تمام? بس ما اشتراش حاجة. بس عندي الايميل بتاعه. انا ممكن ابعت له ايميل اقول له انت الله عندك كود خاص ما هو عشرة في المية خمس شاف في المية. بس ارجع واشتري المنتج بتاعك. وهكزا. فلازم هحط في المرحلة دي ازاي ان انا هقدر استهدف الناس دي مرة تانية. والمبلغ اللي انا هصرفه عليه. لو انتقل معايا بعد كده لمرحلة البرشيس انه هو دخل واشترى من الموقع بتاعي. حبدأ بقى ان انا اقول الناس دي ازاي اخليهم يشتروا مرة تانية. ازاي ان انا احافظ على الناس دي ويرجع يشتري مرة تانية مني. هل هعمل لهم عروض خاصة? هل هعمل لهم ايميلات نشرة ايميلات? ازاي ان انا اشجع الناس دي ان هي ترجع وتشتري مني مرة تانية? ما يشتريش مرة وما يرجعش تاني. ازاي هو لا بعد ما يشتري اعرف. ازاي كان المنتك عجبه? اللي ما عجبهوش. فدي هتبقى المرحلة اللي تحت في القمعة. تمام? مرتبطة بالمرحلة اللي بعدها المرحلة الريبيت. انه خلاص الشخص اشترى مني. فانا عاوزه ايه? يبدأ ان هو يشتري مني مرة تانية. وده هيبقى من ضمن الخطة اللي احنا بنحطها للتسويق الرقمي. ده شكل تاني هو بيوضح اكتر شوية. بيقول لك اول حاجة عندك البيزيتز الستور بتاعتك. ان الناس ببقى تزور الموقع بتاعك. فالواس بقول لك البيزيتور لاندز دي الويب سايت. يوزنج تراكينج بيكسل. وهم ان يستخلوا على الموقع الالكتروني بتاعك. يبدأوا يخشوا المرحلة اللي بعدها. ان هو بيشوف المنتجات. بعد كده بيخش المرحلة اللي تشيك اوت. وهنتكلم عليها. ان هو بدأ ان هو يخش يدفع. بعد كده حاجة اسمها الوفر. ان الشخص دلوقتي ممكن ان هو يخش يدفع. ودي برضو من حاجات في تصميم الموقع الالكتروني. ان الشخص فرضا دخل اشترى مثلا اه. انا افطري التليفون. التليفون ده كان ممكن يحتاج اللي هي مثلا السكريين بوروتكتور. فممكن اثناء هو في اللي تشيك اوت. ان هو داخل خلاص يدفع واشتري التليفون دوت. انت بتقول له ايه واقعيك لو بتشتري مثلا السكريين بوروتكتور ديت. ويبقى عليها خصم مثلا خمسة شهر في المية. من ضمن المنتج بتاعك اللي انت عاوز تشتريه. فدي حالي هي بنزميها الوفر. وبعد كده خلاص لو وصل معك لمرحلة ايه? لمرحلة الايه? ايه. ايه. احنا بس هنعدي بسرعة الكلام ده عشان ايه الوقت بتاعنا بس يبقى عندنا ايه? ايه 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 تصور لي. برضو بعد كده من ضمن الحاجات من ضمن الاحصائيات في الافريج. ان انت لما بتجيب ناس يزوروا الموقع بتاعك مش كلهم بس بتشتري. يعني انت مثلا تفطر ان عملت حملة وجالي الف زيارة للموقع بتاعي. فتوقع ان مش كل اللاس دي هتشتري. فبيقول لك ان سبعين في المية من الفيزيتورز اللي يزوروا الموقع بتاعك هيبقوا غالبا في الشوبينج اريا هنعم يشوفوا المنتجات بتاحتك ويتفرجوا عليها. وفي خمسة وتلاتين في المية بس هما اللي ممكن يشتروا طبعا الناس بايدي ممكن تزيده ممكن تقل. هيحطوا المنتج في الشوبينج كارت. واللي بيحصل في المتوسط ان خمسة في المية بس من ضمن الناس اللي زاروا الموقع بتاعك هما اللي فعلا بيعملوا عملية بيع فعليا. طيب. تعالوا روح للبعدها. فيبقى انا عندي الخطة بتاعتي هتمر بكزا مرحلة. او اول حاجة اللي انا بحدد الخطة وبحددها وبنشئها على اساس الماركتينج فانيل اللي احنا قلنا عليها ديت. عندي الخطة مؤسسة لكزا حاجة. اولا ازاي ان انا هقدر للناس الجدد اللي عمرهم يعرفوا يعرفوا عننا او اسمعوا عني ازاي هقدر اوصل لهم. بعد كده الناس ديت ازاي ان انا هقدر اشجحها على الشراء لو ما اشتروش. وبعد ما يشتروا ازاي ان انا تحقق ان هما ما حصلوا لهمش مشاكل في عملية الشراء ما قابلتهمش اي مشاكل. وبعد كده ان انا اقدر احافز على الناس دي ان هما يشتروا مني اه مرة تانية. فيبع عندي مرحلة او للخطة على الاسس ديت. وحطلها معايير اقدر حد لان نجاح. وابدأ ان انا انفذ الخطة. بعد ما هنفذ الخطة بتاعتي هعمل لها يعني التقييم. هل انا نجحت في المرحلة اللي انا بتكلم فيها ده لو بنجحتش. وبعد كده بعمل حاجة اخيرة اسمها اللي اخصيت بقى الراجل اللي هو مسكلك التسويق الرقم. لو انت بتعمل حملات مدفوعة اني بيبدأ يعملك بقى تحسين للحملات و تحسين الاستهداف على اساس التجارب اللي انت اا عملتها قبل كده. ااا من ضمن الحاجات اللي انا لازم ارعيها جدا 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 واخد بالي منها ماشي? ان انا لازم ارائب رحلة العميل اللي بيخش الموقع الالكتروني بتاعك. ودي برضو مهمة الشخص اللي بيدرلك الموقع لو انت مستعين بشخص او مهمة الشخص اللي بيعمل لك تسويق رقمي بالموقع الالكتروني بتاعك اللي انت بيرائب الشخص اللي داخل بيرائب الـ customer journey بتاعتك الشخص دلوقتي دخل الموقع الالكتروني بتاعك طيب لازم انا اعرف كم شخص يعني داخل الموقع وخرج ما عملش اي حاجة وكم شخص داخل الموقع ومثلا وخد منتج وحطه في الكارت وما اشتريهش تمام وعندي كم شخص ممكن جه وصل للصفحة بتاعت اللي تشيك قوت تاعت الدفع ووقف فيها ما كملش ماشي ليه الحاجات دي لازم احللها ان ده تعتمد عشان اقدر ان اعرف ان انا نجحت في تصميم الموقع بتاعه لما نجحتش وان دلوقتي ممكن انت فيه مشكلة عندك في المنتجات مثلا المنتجات مش واضحة فالناس داخلوا الموقع محادي تشتريه حاجة محدش حط حاجة الكارت ماشي طب هنفترض الى انهم عدوا المرحلة ديت والحمد لله في ناس كتير حطت منتجات في الكارت بتاعتها بس ممكن يكون حط المنتج عشان يشتريه في وقت اخر في ازاي ان انا ابدأ ارسل ايميالات للناس دي افكرها ان والله انت حدتك حطيت منتج في الكارت تحتك وماشتريهش لازم الحاجات دي كلها بكون واعي بيها بعد كده اشوف ارائب لو الناس دخلوا صفحة اللي تشيك او بداحتي واقفوا فيها ما كملوش فممكن يكون في عندي مشكلة فنية في الدافع ان الناس بتخش دي كده يدفع مش عارفة تدفع او نلاقيهم في صعوبة في خطوات الدافع في كلامات حاجات كتير مطلوبة منهم بيانات كتير ومش عارفين ان هم يسجلوا فزهقوا رخب بعض ومش فلازل ارائب في الموقع بتاعي بعد ما المعاملية خلاص بيخش ويدفع زي ما قلت لك بلازم بعد كده تخش مرحات الريفيوز ان انت تبعث له مثلا بعد يومين او 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 ايام اي رأي حضرتك في المنتج بتاعنا هل في اي مشاكل ولا عجبك ولو سمحت خش ويعمل لنا تقييم المنتج بتاعنا وشوف هتديره كم نجمة من خمسة عشان تبدأ بعد كده تدي سيقها للناس اللي هيخش الموقع التليكون بتاعك مرة تانية ان هما يشتروا من الموقع الالكتروني بتاعك وتفكر في الحاجة الاخيرة بعد ما تاخدوا التقييم بتاعه ان هو يرجع يشتري منك مرة تانية وتقدم له عروض خاصة او تشجعه ان هو يشتري منك طيب هنختم بقى بحاجة اخيرة الويبسايت بتاعي فيه تشيك ليست كده شوية حاجات لازم اتأكد ان هي الويبسايت بتاعي بيعدي النقط ديت تحطي له كده اختبار واحد من عشرة كل نقطة من دول بيعديها يبقى كده الموقع الالكتروني بتاعي التصميم بتاعه مفيش فيه اي مشكلة اول حاجة clear navigation ان الموقع سهل ان الناس تتصفح فيه بيقولك احصائية ان خمسين في المية من زوار الموقع هيسيبوا الموقع بتاعك خلال خمستاشر ثانية لو ملاقوش الحاجة اللي هم بيدوروا عليها ماشي وده بيحصل في بعض الناس اللي بيبعتوا لي عايزين نعمل حملات كمال واحد عام عنده عرض على الايفون طب حضرتك اني ماشي اولي تصميم الاعلان احبعت لك تصميم الاعلان مفيش فيه مشكلة طيب ايه الصفحة اللي الناس هتروح عليها عشان تشوف العرض التاعك فبعث لي الرابط بتاع الصفحة الرئيسية في الموقع هنا قلت له حضرتك دلوقتي الشخص اللي هيشوف الاعلان عاوز يخش يشتري جهاز ايفون فلما هيروح على الاندنج بيج او هيروح على صفحة يلاقي فيها منتجات تانية مش هيقعد يدور على المنتج اللي انت كنت تتكلم عليه غالبا هيسيبك ويمشي فهنا فعلا ده اقول لك اني خمسين في المائة من ظهور الموقع لو راح موقعك وما لقاش الحاجة اللي هو بيضوع عليها خلال خمستاشر ثانية فاعرف انه هو هيمشي ويسيب الموقع بتاعك ثانية اللي يجب ان الموقع سهل التصفح يعني شوف لو راحنا على الموقع اللي هو اسمه black market اللي انا كلمتلكو عليه او black market اهو احنا كمسال نشرح عليه black market.com اهو مهم ان الموقع في الاخر النافجيشن بتاعه مفيش فيه تعقيد مفيش فيه مشاكل سهل جدا ان انت تعمل نافجيشن للموقع بتاعه طيب بعد كده عندنا حاجة تانية وحاجة مهمة جدا يقولك الموبايل responsive design ان الموقع بتاعك لازم يكون مناسب لمختلف الشاشات وفي احصائية بتقول ان اربعة وخمسين في المية من اه زوار المواقع على الانترنت اربعة وخمسين في المية سنة عشرين واحد وعشرين كلها كانت عن طريق اجهزة الموبايل طبعا الناسبة دي دلوقت انا توقع انها زادت في عشرين تلاتة وعشرين ممكن توصل لخمسة وسبعين في المية ماشي وبيقولك ان اتنين وستين في المية من ال smart phone users have made a purchase using zero mobile يعني اتنين وستين في المية من المستخدمين من اجهزة التليفون عملوا عملية بيه عن طريق التليفون وليس عن طريق الكمبيوتر في اخر ستة شهور فلازم الموقع الالكتروني بتاعك تتأكد ان التصميم بتاعه مناسب لكل الشاشات طيب ايه تاني غير كده موضوع سرعة تحميل الموقع ودي حاجة خطيرة جدا 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 ان في بعض الناس تروح تتعامل مع شركات تعمل لهم اخطاء في تصميم الموقع او تشتري لهم استضافة يعني اه 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 رخيصة ويبقى الموقع بتاعه بطيء فبيقولك ان الموقع بتاعك يعني لو حصل فيه تأخير اكتر من ثانية في الفتح فانت بتخسر سبعة في المية من الconvergence من ما بيعد داحتك يعني الشخص اللي هنتظر هينتظر عشان كتب اسم الموقع او ضغط عليه لو مش هيظهر له خلال ثانية تعرف ان انت هتخسر حوالي سبعة في المية والنسبة دي ممكن تزيد كلما الموقع بتاعك يتأخر في الفتح اكتر وبيقولك اه سبعة واربعين في المية من المستهلكين بيتوقعوا ان الموقع يفتح خلال سانيتين او اقل من سانيتين فدي طبعا اه حاجة اه خطيرة جدا في حكاية سرعة الموقع بتاعتمد بلغة الاستضافة وكما احنا اتكلمنا عليه دا كله اه حاجة تانية لازم دي رعيها في التشيك ليست بتاعتك ان التشيك اوت طريقة يعني عملية الدفع في الموقع لازم تكون عملية سهلة وبسيطة ما تكونش عملية معقدة ماشي بيقولك ان تمانية وعشرين في المية من الشوبرز على الموقع الالكترونية بيسيبوا الكارت بتاعتهم يدخش الكارت والسلة ويضيف المنتج ويشتريش ويكاملش دفع بسبب ايه بسبب الصعوبة في الخطوات او في صعوبة الدفع على الموقع الالكتروني وبيقولك ان الويبسايت بتاعت لو فيه بروجرس بار انت مسلا خطوات الدفع تحتك فيها زي بروجرس بار كده خطوة خطوة بتزهر فده بيزود نسبة المبيعات بنسبة تلاتين في المية دي طبعا احصائيات اه خطيرة جدا طيب اه هيا كمان اللي هي السيرش عملية السيرش في الموقع عندك لو الموقع عندك بيتوفر فيه يعني السيرش بسهولة زي الموقع احنا فتحتناها مثلا ده لو رجعنا كده فيه خانة بتاعة البحث لازم الخانة يكون متوفرة في الموقع وسهلة واللي يخش يبحث فيها يعني بيبحث عن منتج معين يلاقيه يكون متوفر فيها فبقولك ان خمسة وتمانين في المية من المتسوقين بيقولك احنا بنستخدم السيرش فانشن او يعني وظيفة البحث لما بيخشوا يتسوقوا في المواقع الاجترونية بيتدور على منتج اه معين ولو فيه ليحكاية الاوتو كومبليت يعني انت منصلا بتخش تكتب سامسونج اس توينتي تو قبل ما بتكتب اس تظهر لك الكلمة اللي انت عاستكتبها بعد كده فده بيزود نسبة المبيعات بنسبة سبعتاشر في المية طيب اخر حاجة او النقطة اللي بعدها موضوع البرودكت بيج صفحة المنتج نفسه لو انت نغطى على منتج وروحت عليه زي مثلا ناخد مثلا المنتج ده كده صفحة المنتج بتاحتك نفسه كلما يكون الصفحة ديت وضحة التفاصيل المنتج فيه صور فيه اكتر من صورة توضح المنتج بتاعك تفاصيل المنتج تحت والخصائص بتاحت واضحة مش خصائص خفية يعني كل حاجة مشروحة بتفاصيلها عن المنتج بتاعك كلما يكون فيه تفاصيل عن المنتج اكتر كلما تزيد نسبة المبيعات اكتر كلما تقل التفاصيل كلما ايه هتقل نسبة المبيعات بتاحتك فكلما تزود في الصور كلما تزود في التفاصيل كلما ديت من حاجة اا اا كويسة جدا اخر حاجة يقولك تجربة او مش اخر حاجة بالنقطة اللي بعدها يعني اا التخصيص ساعات حضرتك مسلا تخش موقع وتبحث كتير عن حاجة معينة ماشي يكون موقع متعدد المنتجات اما تيجي تزول الموقع ده مرة تانية ها يبدأ يظهر لك منتجات من نفس الاهتمام اللي انت حضرتك اهتمت بيه فبقولك بنسبة 80% من المستهلكين يبقى عندهم يعني نية للشراء اكتر لو انت عامل خاصية او التخصيص تجربة المستخدم ودي حاجة احترافية جدا ان انت كل شخص بيخش الموقع بتاعك ممكن يشوف حاجات ومنتجات تختلف عن الشخص التاني بسبب ان انت بتقدم له حاجات يعني حسب الاهتمام بتاعه اللي انت بتعملهله مش كده وبس حتى في الايميلات اللي انت بتبعتها الايميلات التسويقية بيقولك لما بتبعت ايميل برسونالايزت يعني انت مثلا بتبعت ايميل باسم الشخص دوت وفيه منتجات هو مهتم بيها ومقدم له مثلا عنها خاصم فده بيزود نسبة فتح الايميل دوت بنسبة 29% ولو مفيش برسونالايزت فتبقى نسبة فتح الايميل غليمة حوالي 17% طبعا الحاجة بقى المهمة جدا للسيكوريتي لامان الموقع لازم الموقع يكون بتقامن كويس وطرق الدفع فيه فيه مؤمنة والحاجة المهمة يعني فيها كلام فتيل بس مش نتكلم عليها على سريع كده اللي هي حكاية خدمة العملة كل ما يكون خدمة العملة اللي عندك في الموقع بتقدم لهم خدمة عن استفساراتهم عن مشاكلهم وتتواصل معهم بشكل جيد كلنا بتزيد نسبة المبيعات بالنسبة كبيرة طبعا وان الناس تبدأ ترشح منتجك وترشح موقعك للاس تانية بلاك 72% من المستهلكين بيشاركوا التجربة الايجابية بتاعتهم مع الاخرين لما تكون خدمة العملة في الموقع الكويسة ودي بقى بعض النصائح ان انت تقدم multiple channels تقدم اكتر من طريقة للتواصل معك عن طريق التليفون عن طريق الايميل عن طريق الشات عن طريق الماسنجر اتوفر اكتر من طريقة للتواصل مع الناس في الموقع بتاعك اخر حاجة فعلا نتكلم عليها دلوقتي هي موضوع سهولة او سياسات الاستبدال والاسترجاع للفلوس يقول لك 98% حاجة مهمة جدا 92% من المستخدمين يقول لك نشترم الموقع مرة تانية لو الريتيرن بوليسي بتاعتهم سهلة انا مسلا انا عاوز ارجع منتج فطريق ترجيع المنتج البروسيس بتاعته سهلة ومفيش فيها تعقيد انا عادي ان خلاص المنتج ما فتحتوش ما استخدمتوش ما عاجبنيش فبحط انا سياسات سهلة لارجاع المنتج بتاعي لازدكم السياسات في الموقع عندك واضحة ومكتوبة في الموقع حتى احنا لو روحنا هنا على الموقع دوت هتلاقوا ان هم ايه يعني اه شايفين هتلاقي ان هنا مسلا ايه بيوضح لك اه شوف هكتب لك هنا ايه يعني اتناشر كتب لك ان فيه ضمان اتناشر شهر اه سريع لو ضغطت مسلا على مستوش عارف هاجبها فين والله الموضوع هتلاق واضحة كده سابتة في كل المنتجات عندما تلاتين يوم مجانة انت قدر ترجع المنتج بتاعك طبعا حسب الشروط والاحكام بتاعتهم في كل ده بيزود في نسبة النبيعات بتاعتهم احنا كده انا عارف انها طولت عليكم شوية يعني عدينا على الحالات الاخيرة دي كده برور سريع اه اتمنى ان شاء الله يكون افدتكم ونعرف ان اطولت عليكم ومعليش سامحوني يعني بس بحاول ان اقدم يعني محاضرة دسمة جدا اه تقدر انت حتى ترجع لها بعد كده في التسجيل وتشوف الكلمات نتكلمنا فيه وتقدم لك يعني صورة شاملة متكاملة عن موضوع التجارة الالكترونية ولو انت محتاجه عشان تبدأ في الموضوع ده تكون عندك وعي فيه اه شكرا لكم كان معاكم محمد عيد ودي وسائل التواصل بتاعتي ان شاء الله الايميل بتاعي والموقع الالكتروني الخاصة او الموقع التوني الخاص بي وحساباتي على اه السوشال نيديا